لماذا أستراليا فارغة بشكل غريب؟ ولماذا لم نكتشف الكثير عن المخيطات؟ هل الأرض كروية؟ وهل كان اللون الأرجواني طاغاً على اللون الأخضر للأرض ذات يوم؟ أراهن أنك لا تعرف هذه الحقائق عن كوكبنا لذلك هيا نكتشفها معاً أستراليا قارة ضخمة فعلاً إنها تقريباً بحجم قارة أوروبا بأكملها تعتبر أستراليا موطناً لحوالي 26 مليون شخص وتعد من البلدان الأقل تعداداً للسكان تختل أستراليا المرتبة الخامسة والخمسين فقط لأكبر عدد سكان في العالم بينما تملك سادسة أكبر مساحة من الأراضي لماذا نسبة كبيرة من هذه الأراضي فارغة؟ السبب المنطقي الأول هو انتشار الحيوانات الخطيرة في كل مكان على الأقل هذا كاف بالنسبة لي لتجنب أستراليا لكن هناك سبب حقيقي واحد يوضح ذلك يؤكد جفاف أستراليا أن خمسة وثمانين في المائة من السكان يعيشون على بعد خمسين كيلو متر من الساحل يعيش ثمانون في المائة منهم على طول الساحل الشرقي حيث تسقط الأمطار بكثرة ولكن رغم النقص العام في هطول الأمطار تشكل الصحراء الغير صالحة للعيش نسبة عشرين في المائة فقط من مساحة أستراليا وتعتبر أربعون في المائة من الأراضي غير صالحة للسكان وفقا للمعايير البشرية في الواقع يعتبر استهلاك المياه أعلى من متوسط هطول الأمطار كل عام لكن يوجد مصدر آخر قديم للمياه مخفي في الأسفل والذي يمكن أن يزود الكثير من السكان بالماء وهو أحد أكبر موارد المياه العضبة الجوفية في العالم إنه الحوض الارتوازي الكبير يغطي الحوض مساحة كبيرة تصل إلى مليون وسبعمائة ألف كيلو متر مربع أي خمس مساحة أستراليا يختوي الحوض على كمية كافية من الماء لتغطية الأرض بطبقة عمقها نصف متر بمعنى آخر يمكن لهذا الحوض توفير ما يكفي من الماء للأستراليين العطشة لألف وخمسمائة سنة قادمة تبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة ستة ونصف المائة فقط من مساحة أستراليا لذا لا تبدو بأنها مساحة كبيرة لكن أستراليا ضخمة وهذه النسبة الصغيرة بحجم فرنسا تقريبا ومع هذه المساحة الهائلة الصالحة للزراعة تكون أستراليا قادرة على إنتاج طعام يبوق ما يحتاج إليه سكانها إضافة إلى تصدير سبعين في المائة من إنتاجها من المنتجات الزراعية إلى الخارج إذن رغم توفر الأراضي والغذاء والماء ما الذي يجعل أعداد سكان قليلة هناك؟ يرجع السبب في ذلك إلى بطء عمليات الهجرة في البداية عاش في أستراليا فقط أشخاص قادموا من المملكة المتحدة ثم فتحوا حدودهم أمام الأوروبيين الآخرين وبقي هذا التقييد سار حتى 1973 قد تعتقد أن مائتي عام كافية لهجرة الكثير من الناس لكن أستراليا بعيدة جدا وهذا يعني وجود مخاطر في السفر لمسافات طويلة عدى تكاليف الباهضة للرحلة وهذا ما جعل الأوروبيين يفضلون الهجرة للوجهات الأقرب والأرخص ككندا أو الولايات المتحدة على مدار ألفين عام الماضية كانت هناك حقيقة مسلمة لدى البشر حول كروية العرض لكن هل تعلم أنها ليست كرة مثالية؟ يتغير حجم الأرض باستمرار نتيجة الدوران المتأرجح للأرض ويحدث هذا ببطء شديد طبعا الكطبان الشمالي والجنوبي مسطحان تماما وتشبه الأرض بدرجة كبيرة كرة تعرضت لسحق تخيل أن هناك كرة عملاقة تضغط بأصابعها على الكطبين معا بسبب هذا الضغط يندفع خط الاستواء إلى الخارج قليلا وإلى جانب الجاذبية غير المتكافئة يوجد الكثير من المواقع بها خلل في الجاذبية الأرضية فتزيد الجاذبية في بعض الأماكن وتقل في أماكن أخرى إن قمت بقياس وزنك على طول خط الاستواء فسيكون وزنك أقل بنسبة نصف في المئة مما هو عليه عند القطبين ليست نسبة كبيرة وبالطبع لا يستحق الأمر الذهاب إلى هناك لتغيير وزنك إن كنت ستقيس طول من مركز الأرض باتجاه أبعاد نقطة على الأرض فستصدم لأن جبل إفريست ليس هو النهاية بل تقع تلك النقطة على خط الاستواء على الجزء المدفوع إلى الخارج يقع جبل تشيمبورازو في الإكوادور وهو أطول نقطة على الأرض لأنه الأبعاد عن مركزها ما زلنا بحاجة إلى استكشاف ثمانين في المئة من المحيطات ويبدو هذا جنونيا مقارنة بما استكشفه البشر من النظام الشمسي لكن تمكننا من معرفة الكثير من الحقائق والتفاصيل الغريبة والمذهلة عن المحيطات تشكل المحيطات أكثر من سبعين في المئة من مساحة الأرض حيث يعيش هناك أربعة وتسعون في المئة من الحياة البرية الموجودة على الأرض وتنتج بعض الكائنات الحية الموجودة هناك قرابة ثمانين في المئة من الأكسوجين الموجود في العالم والمكونة في الأساس من التحالب والبكتيريا يعتبر خندق ماريانا من أشهر الأماكن التي تم استكشافها ووضعها على خريطة المحيطات وهو أعمق نقطة على الأرض بعمق يصل إلى أحد عشر ألف كيلومتر أي خمسة أضعاف طول الأخدود العظيم وأعمق من طول جبل إيفريس كما أنها موطن لواحد من أقدم قيعان البحار على وجه الأرض منذ أكثر من مئة وثمانين مليون سنة يزيد الضغط في القاع عن ألف بار ولكن رغم أن هذا يزيد ألف مرة عن الضغط العادي إلا أن الحياة لا تزال مزدهرة يوجد في أعماق البحار والمحيطات المظلمة أكثر من ثلاثة ملايين حطام سفينة هناك عدد هائل من القطع الأثرية التي لم يمسسها أحد ويمكن أن يكون هناك أثار أكثر مما هو في جميع متاحف العالم تعد سلسلة التلال في حيد منتصف المحيط الأطول في العالم حيث يصل طولها إلى خمسة وستين ألف كيلومتر أي قرابة عشرة أضعاف حجم جبال الأنديز وهي أطول سلسلة جبلية على الأرض الشمس هي السبب في لون المحيط الأزرق والأزرق المائل للخضرة هذا اللون ليس انعكاس السماء رغم أن كلاهما بلون أزرق للسبب نفسه يستقبل سطح الأرض الضوء الأبيض من الشمس ويمتص الضوء البرتقالي والأحمر والأصفر بكوة أكبر لكنه لا يمتص الضوء الأزرق كثيرا لذا فهو يعود كما نراه بالطبع يتوقف هذا على مدى نقاء الماء إذا كان الماء مليئا بالطين أو التحالب سيؤدي ذلك إلى تشتت الضوء وتغلب على زرقة الماء الطبيعية هناك العديد من العوامل التي تحدد الألوان التي نراها على الأرض هل تصدق أن الأرض لم تكن خضراء في الماضي؟ بل كانت رجوانية يمتص الكلوروفيل الموجود في الغلاف الجوي بشكل أساسي الأطوال الموجية الزرقاء والحمراء من الشمس ويعكس الموجات الخضراء إلى ما نراه اليوم على الأرض وفي الماضي كانت المايكروبات القديمة المسمى ريتينال تسيطر على الأرض بدلا من الكلوروفيل فكانت تمتص الضوء الأخضر وتعكس الضوء الأحمر والبنفسجي كان لتلك المايكروبات تركيبة بسيطة لذا كان من الأسهل ينتاجها في بيئة منخفضة الأكسجين في بداية الأرض لقد منحت لكوكبنا لونا أرجوانيا بدلا من اللون الأخضر لكن الكلوروفيل أكثر كفاءة وبينما كانت الأرض تتطور استولى عليها في النهاية تخيل أنه منذ مليارات السنين كان بإمكاني من ينظرون إلى الأرض من بعيد رؤيتها كنقطة أرجوانية صغيرة هل كنا بلون أرجواني أيضا؟ على الأغلب لا أكبر شجرة على وجه الأرض هي شجرة سيكويا العملاقة المسمى بالجينرال شيرمان يبلغ ارتفاع الشجرة حوالي 85 مترا أي بارتفاع مبنى مكون من 26 طابقا ويعتقد أن عمرها 2700 عام ويبلغ محيطها 25 مترا أما وزنها فهو ضخم فعلا إذ يصل إلى 1800 طن تقيلة جدا لكنها ليست أثقل كائن حي على الأرض يوجد في ولاية يوتا غابة ضخمة من الأشجار اسمها باندو وهي مستعمرة واحدة من الأشجار يربط نظام الجذور الضخم كل الأشجار معا بعدد يصل إلى 47 ألف جذع يبلغ وزن هذه الأشجار حوالي 6000 طن ويتجاوز عمرها 80 ألف عام مما يجعلها أقدم كائن حي يعرفه البشر والآن ماذا عن أكبر مساحة يحتلها كائن واحد ينمو قبالة سواحل أستراليا الغربية تحلب بحري إلى حجم لا يمكن تخيله يزيد عمر بوسيدونز ريبان ويد عن 4500 عام وينشر تحت الأرض براعم استنساء تتصل هذه البراعم مع بعضها البعض وتشترك في نفس الحمض النووي تغطي البراعم مساحة ضخمة تبلغ 200 ألف كيلو متر مربع أي بحجم 28 ألف ملعب كرة قدم أو بحجم ولاية نبراسكا ولن تتوقف عند هذا الحد أيضاً حيث تواصل النمو بمقدار نصف متر كل عام من الصعب حتى تخيل حجم هذا الكائن الضخم والآن فقط تخيل لو كان كله بلون أرجواني تتمتع كوريا الجنوبية بثقافة غنية لكن بعض متاحفها بعيدة كل البعد عن التقليدية حتى أن لديهم مكاناً يسمى بوبولاند أجل قد فهمت بشكل صحيح هذا المتحف يتعلق بالبراز والغازات البشرية وغيرها إنه يتكون من ثلاثة طوابق من المعروضات الغريبة والملونة التي ستجعل متابعيك على إنستجرام يندهشون حقاً يمكن للشجعان تناول الطعام من وعاء على هيئة مرحاض غير حقيقي أثناء وجودهم في هذا المتحف لكن المتعة الحقيقية تبدأ عندما يحين وقت المغادرة سيتعين عليك الخروج من خلال غرفة مظلمة تحاكي جهازنا الهضمي تضم كوريا الجنوبية المبنى الأكثر سواداً الذي ستراه في حياتك تم تغطية فانتا بلاك هونداي بافيليون بطلاء فانتا بلاك وهو الأشبه بطلاء النينجا من بين جميع ألوان الطلع إنه أسود للغاية ويعكس أقل من واحد بالمئة من الضوء أنشئ هذا الجناح للخلفية البيضاء النقية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثامن عشر يبلغ ارتفاع هذا المبنى عشرة أمتار ويبلغ طوله خمسة وثلاثين متراً ويمتص أكثر من تسعة وتسعين فاصل ستة وتسعين بالمئة من الضوء لذا فهو بسواد ثقب الأسود تشتهر كوريا الجنوبية بثقافة المقاهر الرائعة ولا يعد ستاربكس استثناء لدينا مثلا ستاربكس ويف سيول الذي يبدو حرفياً وكأنه يطفو على الماء يقع هذا المكان في مركز سيول ويف للفنون وهو مكان يمكنك فيه الاستمتاع بالمعارض الفنية إذا شعرت أنك رأيت هذا المكان من قبل فقد يكون ذلك لأن النجوم البوب الكوري تصور مقاطع فيديو موسيقية هناك في عام 2011 أنشأت شركة تيسكو البريطانية متاجر بقالة افتراضية في محطات المترو ومحطات الحافلات في سيول الأمر أشبه بالتسوق في متجر حقيقي ولكن على هاتفك يمكن للمسافرين مسح وشراء سلع افتراضية سيتم توصيلها مباشرة إلى بابهم تخيل أنك تدخل محطة مترو وترى جدراناً مليئة بصور الطعام والعناصر الأخرى التي يمكنك شراؤها ما عليك سوى مسحر موسيق QR الخاصة باستخدام تطبيق Home Plus وفجأة ستكون أغراض البقالة في طريقها إلى منزلك أطلب قبل الساعة الواحدة ظهراً وستصلك أغراضك في نفس اليوم لابد أنك سمعت عن بطل المطبخ الكوري إنني أتحدث عن الكيمتشي لكن السؤال الحقيقي أين عنصر المفاجأة؟ هذا الطبق اللذيذ اللاذع الحلو والحامض موجود منذ أكثر من 15 قارناً ويتوفر بأكثر من 200 نوع مختلف في جميع أنحاء البلاد لن تنفد أبداً أطباق الكيمتشي الجديدة التي يمكنك تجربتها يمكن تقديمه كطبق جانبي أو طبق رئيسي أو وجبة خفيفة أو مقبلات وإذا كنت جريئاً يمكنك تقديمه كحلوة هل سمعت من قبل عن الكيمتشي والموز؟ نعم كان هذا في الواقع رائجاً منذ فترة بالمناسبة يقولون أن الكيمتشي قد يتناسب تماماً مع الجبن في الواقع يمكن أن يتناسب الكيمتشي مع أي شيء تقريباً حتى أنهم ينتجون شوكولاتة بنكة الكيمتشي في كوريا سيول المركز النابض بالحياة في كوريا الجنوبية مزدحمة بحوالي عشرة ملايين شخص ستجد أزقة ضيقة وشوارع مزدحمة عند كل منعطف مما يجعل المساحة الشخصية سلعة نادرة إذا كنت تتجول في المدينة فستحاول أن تتفادى المشات على الرصيف وتحشر نفسك في عربات المتر المزدحمة وتشعر بالضيق قليلاً مقارنة بالمساحات المفتوحة الواسعة في الولايات المتحدة الكوريون الجنوبيون محترفون في مشاركة الأماكن العامة لذلك لا تتفاجأ إذا استضم بك شخص ما دون اعتذار إنه مجرد جزء من صخب وضجيج حياة المدينة وخاصة في المناطق الأكثر ازدحاماً فقط تعايش مع الصخب واستمتع بالأجواء المفعمة بالحيوية في سيول في كوريا الجنوبية يعد خلع الحذاء أمراً مهماً للغاية وقد ينزعج بعض السكان المحليين إذا أحدث تضجة بشأن ذلك ستطلب منك معظم المطاعم التقليدية خلع حذائك قبل تناول الطعام تأكد من الانتباه إلى رف الأحذية ومن الجيد أيضاً ارتداء أحذية سهلة الارتداء والخلع مثل الصنادل ومن فضلك أرجوك تأكد أن جواربك ليست مثقوبة فلا أحد يريد أن يرى ذلك لا يعد إظهار الحميمية في الأماكن العامة أمراً شائعاً في كوريا الجنوبية حتى في المدن العصرية مثل سيول قد ترى زوجين يمسكان يدي بعضهم البعض أثناء التجول في الشوارع ولكن هذا هو المكان الذي تنتهي فيه عادة مظاهر الحميمية إظهار الحميمية في الأماكن العامة يجعل الكوريين الجنوبيين يشعرون بعدم الارتياح بعض الشيء إذا كنت سائحاً فاحرص على تقليل ذلك إلى الحد الأدنى حتى في مناطق الحفلات مثل هونغ داي أو سينتشون إليك نصيحة عند تناول الطعام خارج المنزل في كوريا الجنوبية لا تنتظر حتى يأتي إليك طاقم الخدمة فهم لن يفعلوا ذلك بدلاً من ذلك أصرخ يوغيو لجذب انتباههم نعم إنها تعني هنا باللغة الكورية وإذا صادفت مكاناً يتسم بالخدمة الذاتية فلا تخجل من إحضار المياه وأدوات المائدة الخاصة بك يعتمد الأمر كله على القيام بالأشياء بنفسك في بعض الأماكن لذا استعد لفعل الأشياء بنفسك لا يخشى الكوريون الجنوبيون الخوض في التفاصيل بأسئلتهم أعني أن الأشخاص الذين بالكاد تعرفهم قد يسألونك عن حياتك الشخصية أو مقدار المال الذي تجنيه لذا إذا بدأ شخص ما في التدخل في شؤونك الخاصة أو شعرت أنه يتجاوز الحدود فتذكر فقط أنه ربما يكون فضولياً ويحاول فتح موضوعات للتواصل لا تقلق فهم ليسوا وقحين بل حريصون فقط على بدء المحادثة في الولايات المتحدة من المقبول تماماً أن تطلب من الطهى تغيير المكونات بسبب الحساسية أو التفضيلات ولكن في كوريا الجنوية الأمر مختلف يتم طهي الأطباق الكورية التقليدية من مكونات محددة لعدة ساعات لذا لا تتوقع منهم استبدال اللحوم بالخضروات بكل بساطة ليس الأمر أن الطهى تيعقدون الأمور بل إنهم يبذلون الكثير من الجهد في صنع هذا الطبق المثالي لذا عندما تتناول الطعام في كوريا الجنوبية تأكد من اختيار شيء يتناسب مع احتياجاتك الغذائية في كوريا الجنوبية المراحيد رائعة للغاية فهي تحتوي على مقاعد مريحة مدفأة كما أنها تقدم لك بعض الموسيقى أثناء قضاء حاجتك كما تحتوي على شطفات مياه دافئة لتمنحك نظافة لطيفة ومنعشة وبعضها يحتوي حتى على مجففات مدمجة تنفث هواء دافئة لتجعلك جافا بعد قضاء حاجتك تماما مثل أي دولة أخرى تواجه كوريا الجنوبية بعض المشكلات فهي تواجه مشكلة كاميرات التجسس ولا تزال هذه مشكلة كبيرة على الرغم من القوانين الصارمة ويبدو أنهم من السهل الحصول على كاميرات التجسس حتى أن الطلاب يستخدمونها لتصوير المعلمين وزملائهم في الفصل ولم تكن الجهود الرامية إلى تنظيمها ناجحة جدا حتى الآن لكن الناس يطالبون بقواعد وعقوبات أكثر صرامة هل سبق لك أن زرت إيطاليا وشهدت المناقشات الصاخبة التي تبين لاحقا أنها مجرد محادثات أدية مع الكثير من إيماءات الذراعين؟ حسنا نستعد لاكتشاف مماثل في كوريا المحادثات الكورية مليئة بالأصوات العميقة والتعبيرات القوية والكثير من تعبيرات صدمة تلك سيدة في المطعم التي تدوى كأنها على وشك الصراخ عليك لا تقلق إنها متحمسة للغاية لترك قائمة الطعام قد يبدو الأمر غريبا بعض الشيء في المداية لكن صدقني الكوريون من أكثر الشعوب بودن الذين ستقابلهم على الإطلاق استمتع بالإنصاط للغاتهم المتناغمة ودع نفسك تندمج مع الأجواء الترحيبية لهذه ثقافة النابضة بالحياة ومع ذلك ورغم أن اللغة الكورية معبرة فلا تتفاجأ إذا كنت تستقل حافلة أو قطارا في كوريا الجنوبية ووجدت المكان أكثر هدوءا من المكتبات فالسكان المحليون يفضلون سماعات الرأس ويستمعون إلى أغانيهم المفضلة بدلا من الدردشة وهذا يتناقض تماما مع الغرب حيث يتبادل الجميع أطراف الحديث أو يتحدثون مع أحبائهم عبر الهاتف لذا إذا كنت تتجول في سيول وتشعر بالحاجة إلى رفع مستوى الصوت والبدء في نقاش محتدم ففكر مرة أخرى إن تحدث بصوت عال في وسائل النقل العام هو دليل واضح على أنك لست من هذه المنطقة وبينما لن يأمرك أحد بالصمت صراحة توقع بعض النظرات والهمسات الرافضة من كبار السن إذا بالغت في الأمر من الأفضل أن تستمتع بالأمر وتختلط بالناس مثل كوري جنوبي حقيقي أليس كذلك؟ مرحبا إليك سؤال سريع ما هي عاصمة اليابان؟ إذا قلت توكيو فإجابتك صحيحة توكيو هي واحدة من أكثر المدن حداثة وتنوعا في اليابان ولكن لأكثر من ألف عام كانت كيوتو هي العاصمة نعم أعلم أن الإسمين متشابهين لكن في حين أن توكيو هي العاصمة المستقبلية لليابان فإن كيوتو هي واحدة من أكثر المدن التقليدية التاريخية في اليابان التي تعرف باسم العاصمة الثقافية لليابان هاتان صورتان الأولى من توكيو والثانية من كيوتو هل يمكنك معرفة الفرق الرئيسي بينهما؟ تذكر هذه الفكرة فسوف نعود إليها بعض اللحظات هاتان صورتان أخرين الأولى من أساكوسا وهو حي في توكيو بينما الثانية من كيوتو ما هو الفرق الرئيسي هنا برأيك؟ ربما يمكنك تخمين ما أعنيه إذا لم تعرف فسأخبرك الفرق الرئيسي يكمن في الألوان؟ إذا سنحت لك الفرصة للسفر إلى بعض الأماكن فربما لاحظت أن المدن لها سمات لونية معينة مثل روما ذات اللون الطيني وباريس ذات درجات اللون الرمادي والبني الداكن بالنظر إلى هذه الصور يمكن للمرء أن يرى أن توكيو مضيئة وذات مظهر كهربائي وتبدو حتى فوضوية بعض الشيء أما كيوتو فهي أحادية اللون ولها انطباع أكثر هدوءا وسلامة من المثير للاهتمام أن نرى أن ما يسبب هذا التباين بين المدينتين له علاقة بقانون متعلق بالمناظر الطبيعية في عام 2007 أقرت كيوتو قانونا جديدة يحضر لافتات الشوارع الملونة كان القانون يهدف أيضا إلى توحيد التصميم العام للمباني لجعل مظهر المدينة أكثر تجانسا نظرا لأن كيوتو كانت عاصمة اليابان لفترة طويلة من الزمن فقد بنيت باستخدام هندسة فينجشوي المعمارية ومبادئها التقليدية لهذا السبب تجد العديد من المباني بهذا الشكل الأسيوي التقليدي هذا الشكل ذو السقف المنحني كما ترى في فيلم مولان بالتأكيد هذا الطراز مختلف تماما عما يصممه المهندسون المعماريون المعاصرون إذا نظرت إلى توكيو فسترى ناطحات سحاب زجاجية بدلا من هذه المباني القديمة لكن كل هذا جزء من خطة أكبر تم تنفيذها من خلال ما يسمى بإرشادات مياكو للمناظر الطبيعية كانت الحجة الرئيسية للبلدية لتمرير القانون هي أن كيوتو كانت تفقد مناظرها الطبيعية الفريدة بسبب النهج التحديثي في اليابان إذا تبعت كيوتو خطى توكيو ببناء ناطحات سحاب ضخمة فلن يتمكن المواطنون من رؤية الجبال الثلاثة المحيطة بالمدينة ولنكن صرحاء لا أحد يريد أن يحدث ذلك بالإضافة إلى هذا من الجيد أن تتمكن من الذهاب إلى مدن مختلفة في اليابان وملاحظة أنها فريدة من نوعها بنمطها المميز إذا كان قانون المناظر الطبيعية ساريا في جميع أنحاء اليابان فلن نتمكن من رؤية عجائب معمارية مثل برج توكيو سكاي تري وشعلة مبنى شركة أساهي الشهيرة ألقي نظرة على منطقة أكي هابرا في توكيو تعرف هذه المنطقة بأنها واحدة من أكثر أحياء اليابان حداثة والملئة بالتكنولوجيا المتطورة في كل زاوية وهي مليئة أيضا باللافتات في كل مكان وإذا قارنناها بمدينة كيوتو بعد إقرار القانون الجديد فإن أول شيء يجب إزالته هو لافتات الأسطح كما أن الأضواء الوامضة والمتحركة أصبحت غير قانونية هناك يظهر مقهى ستاربوكس في كيوتو ما أعني إذا كنت تتجول في شوارع ريف كيوتو بحثا عن مكان لاحتساء الكابتشينو فسوف تفتقد هذا النوع من المقاهي أعتقد أننا يمكن أن نتفق على أن شعار ستاربوكس التقليدي صمم لجذب الانتباه مع ذلك المخلوق المتوج الذي يشبه حوريات البحر مع خلفية خضراء في أماكن أخرى في اليابان لا يزال يبدو بهذا الشكل لكن في كيوتو تغيرت العلامة التجارية لاحترام القوانين الجديدة ونتج عنها هذا الشعار الخشبي الجميل ولوحة صغيرة تقول إن هذا المكان يقدم اللاتي نعم بالفعل هناك أمثلة متعددة مثل هذا في كيوتو لن تجد في واجهات متاجر 7-11 الخطوط التقليدية الحمراء والبرتقالية والخضراء تم تغيير الشعار إلى الأسود والأبيض قد تعتقد أن هذا ممل لكنني أعتقد أنه يمكننا أن نتفق على أن نختلف يبدو هذان اللونان مثاليين عندما تنظر إلى المكان بأكمله أوه وماذا عن مكتونلز أشهر سلسلة مطاعم بيرغر في العالم لقد احتفظت بلون شعارها الأصفر لكنها أزالت اللون الأحمر من الخلفية بالنسبة للألوان المسموح بها يستخدم القانون نظام ألوان منسل لتحديد درجات اللون المقبولة عادة في هذا النظام يتم قبول النسخة الباهتة من الألوان الصارخة مثل الأحمر والأسود والأخضر وما إلى ذلك تخيل الآن إذا اعتمدوا ألوان المخرج ويس أندرسون ستبدو كمدينة ألعاب بلا شك في البداية شعر البائعون وأصحاب المتاجر بالانزعاج من القانون الجديد لم يفهموا سبب اضطرارهم إلى تغيير علاماتهم التجارية من أجل بعض المظاهر الجمالية التي تحاول المدينة الحفاظ عليها لكن مع مرور الوقت لم يتقبلوا القانون الجديد فحسب بل تمكنوا بالفعل من رؤية فوائده للنجاح علاماتهم التجارية كما ترى ساعد هذا في تحويل كيوتو إلى منطقة جذب سياحي أكبر يشعر الصياح وكأنهم نوعا ما يسافرون عبر الزمن حتى أن بعض السائحات يحبون ارتداء الكيمونو التقليدي والتجول مثل الجيشة كذلك بدأت البلدية نظاما للجوائز لمكافأة المتاجر والعلامات التجارية التي التزمت بالأمر على أكمل وجه بالطبع فازت ستاربوكس بجائزة في عام 2018 مثل ما حدث في عام 2012 عندما فازت شركة ساقاوا وهي شركة توصيل معروفة في اليابان لم تكن المحلات التجارية وحدها هي التي يتعين عليها التكيف مع القوانين الجديدة بل كان من الضروري أيضا تغيير ألوان بعض الأشياء مثل آلات البيع ومكاتب البريد ومرة أخرى تكمن الفكرة في جعل المدينة أكثر انسجاما من الناحية البصرية ومن المؤكد أن هذا يساعد في ذلك لكن ماذا يحدث إذا لم تلتزم بتلك القواعد؟ حسنا بالنسبة للأشخاص الذين يقررون تجاهل قانون المناظر الطبيعية ربما يقضون ما يصل إلى عام في السجن أو يدفعون غرامة ضخمة يمكننا أيضا مقارنة الاختلافات داخل كيوتو نفسها في محيط وسط المدينة يكون قانون المناظر الطبيعية أقل صرامة لذا ستجد مبان أطول ولافتات أكبر ذات ألوان أكثر لكن عندما تغادر وسط المدينة وتتجه نحو المدن الأصغر في الريف يكون القانون أكثر صرامة وهو صارم بشكل خاص في محيط مواقع التراث العالمي لليونسكو إذا كنت لا تعلم يوجد 17 موقعا تراثيا في كيوتو نعم إنه عدد كبير لكن هذا ما يجعل كيوتو مدينة مميزة والآن مرحبا بكم في حي بونتوتشيو هذا الحي هو مثال جيد على كيفية تغيير قانون المناظر الطبيعية لطابع المدينة على مر السنوات بونتوتشيو هو زقاق لطيف في كيوتو به العديد من المباني إذا نظرت إلى صورة جوجل ستريت هذه من عام 2009 وهذه الصورة من عام 2023 فسترى اختلافات واضحة في البداية اختفت اللافتة الضخمة عند مدخل الزقاق وهكذا الأسلاك المتدلية من أعلى المحلات التجارية وتم تجديد الرصيف واختفت اللافتات الكبيرة للمتاجر لقد أصبح المكان أكثر نظافة وفي الليل تحاول الزقاق إلى مكان مثالي لتناول الطعام في أجواء رائعة حيث قررت التشريعات هناك تحديد نوع الإضاءة المسموح بها في الحي هكذا يبدو المكان في الليل هل ترغب في تناول بعض السوشي؟ أعتقد حقا أن قانون المناظر الطبيعية هذا ساهم كثيرا في العمارة التبسيطية في اليابان ومع أن مثل هذه الصور في توكيو بعيدة كل البعد عن الفكرة التي لدينا عن هذا الجمال البسيط إلا أنه يلائم كيوتو تماما ماذا عن إلقاء نظرة سريعة داخل أحد هذه المقاهي؟ أنفقت ستارباكس كما ذكرنا في بداية المقطع أموالا لتحويل تصميمها الداخلي إلى تصميم محلي إنه أول مقهن لستارباكس على الإطلاق يمكنك فيه احتساء الشاي على أرضية من حصير التتعم يمكنك الجلوس متربعة كما يفعل العديد من اليابانيين والاستمتاع بمشروب ساخن لذيذ علي القول أنني أحببت مدينة كيوتو الجديدة بشدة ماذا عنك؟ سنناقش اليوم بعض الأكلات الجنونية والخطيرة من جميع أنحاء العالم يعد طبق السمكة المنتفخة طعاماً يابانياً شبيهاً بالروليت الروسية في عالم المأكولات فلحمها شديد السمية نظراً لاحتوائه على التترودوتوكسان أو سم الأسماك رباعية الأسنان الذي يعد أكثر فتكاً وسمية من السايا نايد بألف ومئتي مرة لذيذ عادة لا ينجو الناس إثر تناول لحم هذه السمكة لكن يتدرب الطهات اليابانيين على إزالة الأجزاء السامة مقابل مئتي دولار لطبق يسمى فوغو أجل مكلف للغاية وهذا الطبق ممنوع تقريباً في الولايات المتحدة تمت بضعة أماكن مسموح فيها بيعه هل يمكنني قول أن الناس يموتون شوقاً لتناول هذا الطبق؟ لا أستطيع حاضر لن أفعل طعام آخر ممنوع في الولايات المتحدة كازو مارتو أو الجبن الفاسد باللغة الإيطالية إن كنت تنتوي تجربته فذهب إلى سردينيا بإيطاليا هذا الطبق عبارة بالأساس عن جبن حليب الأغنام يسمح لنوع من الذباب بوضع بيضه في ذلك الجبن لمدة أربعين يوماً يحتوي هذا الطبق على الديدان التي تتولى مهمة تفكيك الجبن فتمنحه تلك التركيبة الفريدة من نوعها والمذاق الحار يمنع تناوله في الولايات المتحدة لأسباب صحية هذا واضح على عكس الجبن الكريمي والناعم كازو مارزو يعرف لتشيربي بكونه أكثر أنواع الجبن صلابة في العالم وكغيره من سائر الأجبان العادية فهو يصنع من الحليب الفرق الأساسي أنه يظل طازجان لمدة عشرين سنة والحليب مميز للغاية أيضاً فتتناول الأبقار التي تنتجه مختلف أنواع الأعشاب الجبلية ومن الجدير بالذكر أن تلك الأبقار هجينة من الأبقار وثيران القطاص الأليف المهددة بالانقراب يتمتع الجبن الذي يصنع من هذا الحليب اللذيذ بنكهة فريدة من نوعها تتمتع الفاكهة الجماعكية الوطنية آقيا بمذاق مميز معتدل للغاية وتركيبتها شبيهة بالزبدة والكريمة ويبدو مذاقها كالبيض المخفوق من الآمن أكل فاكهة الآقيا طالما كانت قد نضجت بالكامل لكن احترس فالجزء الصالح للأكل لب الثمار الكريمي الأبيض في حد ذاته بينما اللب الوردي والحبوب السوداء فليسوا صالحين للاستهلاك يسمى أحد الأطباق الجماعكية التقليدية الآقيا والسمك المملح أو أوكي أن صالت فش على الأقل يصنع من السمك القد وليس من السمكة الينفخية ثمار الخمان فاكهة أخرى يجب أن تنضج بنسبة 100% حتى يصبح من الآمن أكلها هذا النوع من التوت شهير للغاية يمكنك العثور عليه في الفطائر والمشروبات المركزة والشاي والمربى والقائمة تطول يجب معالجة هذا النوع من التوت بالشكل الصحيح وذلك نظراً لاحتوائه على السايانايد لكن لا تقلق التوت الناضج بالكامل والمطبوخ ليس خطيراً لعلها معلومة مفيدة بشكل ما في الواقع تحتوي جميع الأنوية والبذور تقريباً على السايانايد يحتوي الكرز المفضل لديك على هذا المكون أيضاً يكون عادةً بكميات ضئيلة وليس من المرجح أن يؤذيك لكن حاول ألا تبتلي عن نواه ينطبق الشيء نفسه على الخوخ والبرقوق والمشمش لا تحاول مضغ نواتهم كثيراً إن كنت من عشاق المأكلات البحرية فربما تود تجربة القليل من طبق سان ناكجي إنه عبارة عن مجسات أخطبوط صغير ومتبل عظيم لكن المشكلة أنه يجب أكله حياً يقول من سبق لهم تجربة هذا الطبق الكوري إن المجسات تظل تتحرك في الطبق ويمكن أن تلتصق بالجزء العلوي لفمك بما أنها لا تزال تتمتع بخاصية الشفط هذا مقز أقصد مقبلات مقبلات زيادة على ذلك إليك حقيقة ممتعة عن الطعام ليس لأسماك قرش جرينلاند مسالك بولية وكل الفضلات التي تنتجها تصفى عبر لحمها وجلدها لذا يعد لحمها ساماً يبدو سبباً وجيهاً لعدم أكلها لكن ليس هذا حال آيسلاندا كلاً أولاً يعلقون الهاكرال وهو ما يطلق على لحم سمك القرش المعالج لمدة ثلاثة إلى خمسة أشهر وفي النهاية تحصل على لحم أسماك مخمر برائحة الأمونيا مع تركيبة شبيهة بالهلام تذكرك بالخبز الرطب هناك نوعان من جذور الكسافة الاستوائية يحتوي النوع الحلو على بعض السايانايد لكن يمكنك طبخه لخفض محتوياته السامة إلى مستوى آمن للتخلص من جميع السموم في الكسافة المرة يجب بشر الجذور ومن ثم نقعها في المياه وأخيراً طبخها بالشكل الصحيح حتى تصبح صالحة للأكل هذه الجذور مليئة بالنشاة ونكهتها رقيقة للغاية يمكن استعمال الكسافة كاستعمالنا للبطاطس مهروسة أو مسلوقة أو مقلية جميل؟ أود طبقاً جانبياً من الكسافة ولا تنسى رشة السايانايد على دوقك لا يبدو أن طبق راوند الحدائق يتماشى مع قائمة الأطباق الخطرة لكنه يتمتع في الواقع ببعض السلبيات فأوراقه شديدة السمية وتحتوي على حمز الأوكزالك ولا يجدر استعمالها فقط في الطبخ أو الخبز أو أي شيء آخر إن أكلت واحدة فاعلم أن أقل النتائج خطورة الشعور بحروق في فمك والغثيان ومشاكل في التنفس إن كنت تعيش في الولايات المتحدة وسنك تحت السابعة والأربعين فثمت احتمالاً أنك لم تجرب طبق هاجس من قبل بما أنه ممنوع منذ نصف قرن تقريباً يصنع هذا السجق الإسكتلندي من مختلف أعضاء الغنم الداخلية لن أذكر جميع التفاصيل ويضاف إليه دقيق الشفان والكثير من البصل المفروم والشحمة لا تسألني أرجوك وبعض المراق يبدو هاشاً وجافاً ومذاقه حار أيضاً يقدم عادة مع البطاطس المهروسة أو اللفت المهروس كطبق جانبي عظيم على الأقل يخلو هذا الطبق من الكاسافة المهروسة بالمناسبة لا تعد البطاطس غير ضارة أيضاً فيعتمد ذلك عما إذا كانت طازجة أم لا البطاطس مليئة بالسموم وتحتوي براعم البطاطس على السولانين الذي يعد شديد السمية ينطبق الشيء نفسه على اللوز الأخضر والكاج المليء بالسيانايد إن لم يكون طازجين كفاية لحسن الحظ المكسرات التي نحصل عليها من المتاجر معالجة بشكل جيد مما يعني أنها آمنة تماماً ثمت مطعم صغير ومميز في بانكوك ظل أصحابه يطبخون حساء اللحم البقري والماكرونة منذ خمسين سنة أقصد ذلك حرفياً ظل يغلي لأكثر من أربعة عقود لم يتخلصوا من المراق ويظل طوال الليل في المقلاة لتحضير حساء اليوم التالي لا يغسلون المقال للإبقاء على نكهته الفريدة وهناك طبقة سميكة من الشحوم حول تلك المقلات الضخمة تكونت بسبب انسكاب الحساء المغلي طوال خمسة وأربعين سنة رجاءً اقبلوا دعوتي بيض القرن الصيني أو كما يطلق عليه أحياناً بيض الألف سنة ليس أصفراً ولا أبيضاً بل ستجده أسوداً ورمادياً حينما تنزع قشرةه ومن الخارج يبدو لونه أخضراً ضارباً على البنية لتحضير هذا الطبق الصيني كل ما تحتاج إليه الشاي والجير والملح ورماد الحطاب وبعض الماء لمزج جميع المكونات معاً اغمس البيض النيئة في العجين ومن ثم لفه في ورق الأرز حتى لا يلتصق البيض ببعضه البعض اتركوا هكذا لمدة مائة سنة أمزح عشرة أيام كافية عندما يكون الجو حاراً أما بالنسبة للطقس البارد فقد يستغرق الأمر ثلاثين يوماً مهلاً لا ترحل لم تبدأ الإثارة بعد لا تبدو فضلات الطيور طبقاً شهياً لكن في جرينلاند يمكنك العثور على طبق محلياً يتكون من هذه المواد ويسمى أورومت ويصنع من فضلات طائر ترمجان الصخرة يجمعونها في الشتاء عندما تكون جافة ويطبخونها مع زيت الفقمة ولحم الفقمة تبدو الفضلات التي تطبخ بهذا الشكل كمذاقج ابن الغورغنزول الأزرق الحساب من فضلك والمثير للدهشة أن التونة العنيدة قد تكون خطرة للغاية تعيش الأسماك الكبيرة حياة طويلة في المحيطات المشكلة أن مستويات الزئبق في المحيطات قد ارتفعت بشكل حاد في العقود القليلة الماضية فامتصتها الأسماك وصار لحمها ساماً إن أكلت الكثير من التونة أو أي سمك محيطي آخر فثمت احتمالاً أن تتسمم بالزئبق لا أقصد أنه ينبغي الامتناع عن أكلها تماماً بل يجب أن تتحكم فقط في استهلاكك الأسبوعي أما بالنسبة لسمكة التونة في حد ذاتها فمقل أعينها طبق شهير في الصين واليابان تحتاج مقل عيني التونة إلى الغلي قبل الأكل لحسن الحظ ويجدر إضافة بعض التوابل أيضاً إن نجحت في ذلك ستحصل على طبق شهي مذاقه شبيه بالحبار ويحدق في وجهك أيضاً مهلاً الخبر السار أن تكلفته لا تتجاوز الدولار الواحد تعد الفاصولي الحمراء سامة أيضاً إلى حد ما ربما لم تلاحظ أو تعرف ذلك من قبل لأننا نأكلها جميعاً بعد أن تعالج بشكل جيد لا تشكل الفاصولي المطبوخة أو المطهوة في الفرن أي خطر على صحتنا بينما الفاصولي النيئة فهي تحتوي على بروتين سامة للتخلص منه يجب أن تنقعها جيداً في الماء ويفضل تركها لليلة كاملة وتغيير الماء بعد الغلي عندما تكون ناعمة ستصبح مصدراً غنياً بالبروتينات النافعة وغير السامة وغيرها من المغضيات الأخرى يمكنك أن تجرب في كامبوديا وجبة خفيفة مقرمشة مذاقها شبيه بالسلطعون وهي مقلية ومتبلة ومكونها الرئيسي الرتيلاق عظيم عظيم لا يبدو كطبق شهي يمكننا تناوله على الغداء هذا الحساء الذي لن أتمكن من لفظ اسمه حتى شهي بالتأكيد مذاقه حاد لكنه رقيق ويبدو شبيه بمذاق الروبيان والله يبدو هذا الطبق اللاوسي التقليدي رائعاً عن جد حتى تدرك أنه مصنوع من بيض النمل لزيادة مستويات الحموضة يضيفون أيضاً القليل من النمل الصغير هذه ليست تعالية عليكم بل هذا بالضبط ما يضيفونه للشربة المسكينة في المكسيك لن تتخلص من الذرة التي فسدت وتحولت إلى اللون الأسود ستحتفظ بها لتحضير طبق مميز يسمى حسناً إليك اسمه على الشاشة تمنح الفطريات في البذور الطبق رائحة ترابية وخشبية لذيذ هل الشعر كذلك بالجوع؟ تحتاج بعض الأطباق إلى الزينة لا سيما الكاك والفطائر في إنجلترا ثمت فطيرة تسمى ستارغيزي أو التحديق في النجوم يفصح الاسم عن ما هي الطبق يطل السردين برفقة البطاطس والبيض من الطبقة العلوية للفطيرة ويحدق في السماء لكن عادة ما تكون الذيون موجهة نحو السماء يعد فطر الشاي طبقاً غريباً آخر دأب الناس على شربه في أوروبا الشرقية مع الحليب الرائب إنه بالأساس شاي مخمر أسود أو أخضر يصنع عبر إضافة مزارع من البكتيريا لا تستهلك بل تستعمل لتخمير الشراب حتى تحل الشاي فيصبح السكر بمثابة الخميرة أضف العصير والتوابل أو أي مات الشاي حسب الذوق عظيم عظيم لقد اكتفيت من هذه الأطباق الغريبة هو أشعر بالغتيان إلى اللقاء الآن يعرف معظم الناس أن الأهرامات بنيت لتصبح مقابر ضخمة للفراعنة وصممت لضمان انتقال مريح إلى الحياة الآخرة على سبيل المثال بني الهرام الأكبر بالجيزة للفرعون خوفه لكن ما لا يعرفه معظم الناس هو أن هذا الاتجاه في بناء الأهرامات بدأ هنا مع هرم زوسر المدرج منذ حوالي 4700 عام بني هذا الهيكل الضخم للفرعون زوسر أحد حكام الأسرة الثالثة في مصر يرتفع الهرام ست طبقات فوق سطح الأرض ويبلغ ارتفاعه حوالي 60 مترا إنه بمعايير اليوم مشروع معماري هائل ولكن بالنسبة للمصريين القدماء تبين أن هرم زوسر المدرج كان أشبه بتجربة ضخمة تجريبية إذا صح التعبير لإتقان مهاراتهم في البناء قبل الانتقال إلى أهرامات تتسم بقدر أكبر من الطموح الوصول إلى ارتفاعات جديدة أمر مثير جدا لكن اللغز الحقيقي هو ما يحدث تحت الأرض ففي متاهة هذا الهرم تحت الأرض توجد شبكة من الأنفاق تمتد بطول 5 كيلو مترات ونصف ويعتقد بعض الباحثين أن هذه الأنفاق ربما كانت جزءا من نظام مائي متطور يمكن أن يغير تماما ما نعرفه عن بناء الأهرامات دعونا نتحدث عن هذا المجمع الضخم الواقع في سكارة يحيط بالهرم ما يسمى بالخندق المائي الجاف وهو خندق متصل يصل عرضه إلى 50 مترا ويبلغ طوله 3 كيلو مترات تقريبا يشكل شكلا مستطيلا حول الهرم يبلغ متوسط عمق هذا الخندق حوالي 20 مترا الآن إذا جمعت كل التربة والصخور التي حفروها لإنشاء هذا الخندق المائي فسيكون حجمها حوالي 10 أضعاف حجم الهرم المدرج نفسه لزمن طويل افترض الناس أن هذا الخندق لم يكن أكثر من محجر ضخم أي مكان حفر فيه الحجارة والطين لبناء الهرم المدرج يبدو الأمر منطقيا ليس كذلك ولكن عندما تنظر نظرة فاحصة لن تجد الأمر منطقيا الخندق ضيق وعميق للغاية بحيث لا يكون عمليا للتعذين وتخطيطه لا يتطابق مع أي شيء نعرفه عن أساليب استخراج الأحجار في مصر القديمة بالإضافة إلى ذلك فإن بعض أقسام الخندق مغطاة بالفعل بسقف صخري مما يجعل استخدامه كمحجر مستحيلا تقريبا تشير نظرية أخرى إلى أن الخندق المائي الجاف كان له نوع من الأهمية الروحية ربما كان مكانا مقدسا حيث تجمعت أرواح النبلاء لخدمة الملك الراحل في الحياة الآخرة حتى أن هناك منافذ في الجدران تدل على هذه الوظيفة الروحية للمكان لكن معظم الباحثين يعتقدون أن هذا الغرض قد تطور على الأرجح في وقت لاحق بعد فترة طويلة من بناء المجمع للملك زوسر إذن ما الغرض الحقيقي من الخندق المائي؟ في عام 2020 توصل أحد الباحثين إلى فكرة مثيرة للاهتمام من الممكن أن يكون هذا الخندق مصمما في الواقع لجمع المياه والتحكم بها وخاصة بعد هطول الأمطار الغزيرة الآن هذا منطقي عندما تفكر في الموقع يقع الخندق في منطقة كان من الممكن أن تغمرها مياه الجريان السطحي من السهول القريبة بسهولة وهذا يمكن أن يفسر أيضا سبب عدم استخدام الخندق لصنع مقابر جديدة حتى وقت لاحق عندما أصبح المناخ أكثر جفافا وأقل عرضة للفيضانات تصبح التفاصيل أكثر إثارة للاهتمام حيث يبدو أن هذا الخندق جزء من نظام هيدروليكي أكبر وأكثر تعقيدا داخل مجمع زوسر يبدو الأمر كما لو أن الخندق يحتوي على عدة حجرات محفورة بعناية في الصخر ومتصلة بأنفاق من المحتمل أن تكون هذه الحجرات بمثابة جزء من نظام معالجة المياه حيث تتدفق المياه من حجرة إلى أخرى وتصبح أكثر نظافة مع تحركها الآن عند هذه النقطة تبدأ الأمور في الارتباط بالهرم نفسه يحتوي مجمع زوسر على سلسلة من الأعمدة تحت الأرض ويعتقد بعض الباحثين أن الماء من الخندق المائي العميق ربما استخدم لتشغيل نظام رفع هيدروليكي وكان من الممكن استخدام هذا المصعد العملاق الذي يعمل بالماء لرفع الأحجار الثقيلة اللازمة لبناء الهرم لقد عمل مثل البركان ولكن الماء لم يرفع الحمام البركانية بل رفع الأحمال الثقيلة تخيل وجود حفرة كبيرة وعميقة في الأرض في وسط موقع الهرم داخل هذه الحفرة كانت هناك منصة خشبية ضخمة تشبه إلى حد ماء طوافة العملاقة والتي يمكن أن تتحرك لأعلى ولأسفل عندما أراد العمال رفع حجر ثقيل كانوا يملؤون الحفرة بالماء ومع ارتفاع مستوى الماء بدأت منصة الخشبية تطفو لأعلى وتحمل الحجر معها تقريبا مثل مصعد عملاق يعمل بالماء عندما وصل الحجر إلى الارتفاع المناسب قام العمال بسحبه من المنصة إلى الهرم الفكرة هي أن الماء من الخندق العميق بعد تنظيفه وتصفيته سيتدفق إلى هذه الأعمدة ثم ترتفع عوامة ضخمة ربما مصنوعة من الخشب بينما يملأ الماء العمود ويرفع الحجار إلى حيث كانت هناك حاجة إليها لعملية البناء بمجرد وضع الحجر في مكانه سيخرج الماء ويخفض المنصة الخشبية مرة أخرى إلى القاع استعدادا لرفع الحجر التالي كان من الممكن أن يكون نظام الرفع الهيدروليكي المتطور هذا بمثابة تغيير جذري حيث جعل عملية البناء بأكملها أسرع وأكثر كفاءة دون استخدام الكثير من القوى العاملة يبدو الأمر وكأن المصريين القدماء كانوا يتبنون بالفعل فكرة العمل بذكاء وليس بجهد أكبر لكن بالطبع ليس الجميع على دراية بهذه النظرية يزعم بعض الخبراء أن المنطقة التي بني عليها هراموزوسر المدرج لم تكن لتحتوي على ما يكفي من المياه من الأمطار العرضية للحفاظ على مثل هذا النظام الهيدروليكي المتطور تشير النظرية الرئيسية إلى أنه في الماضي ربما كانت هناك بحيرة قريبة يفترض أن تمتلئ بعد فترة من هطول الأمطار وربما كانت هذه البحيرة تزود النظام الهيدروليكي للمجمع بالمياه لكن لا يوجد ذكر لمثل هذه البحيرة في أي كتابات مصرية قديمة لذا فقد يكون الأمر أقرب إلى افتراض وليس حقيقة وهناك أيضا مسألة العمل الشاق نفسه هل تتذكر عندما قلت أن هذه الطريقة كان من الممكن أن تسمح للبنائين القدامة برفع الأحجار بمجهود أقل بكثير؟ حسنا قد لا يكون هذا صحيحا تماما فوفقا لبعض الخبراء فإن مجرد بناء هذا الجهاز الهيدروليكي كان سيتطلب عملا أصعب بكثير من مجرد نقل الكتل الحجرية باستخدام القوى العاملة الجيدة القديمة ولن ننسى أن هرم زوسر المدرج يشبه الأرامات الصغيرة مقارنة بتلك التي بنيت لاحقا بلغ متوسط وزن الأحجار المستخدمة في هرم زوسر حوالي 300 كيلو جرام لكل منها وهو لشيء مقارنة بالكتل التي يزيد وزنها عن طنين ونصف الطن المستخدمة لاحقا في هرم خفراء إذا تم استبعاد نظرية رفع الماء هذه تماما فما زلنا بحاجة إلى شرح كيفية بناء هذا الهرم في المقام الأول للإجابة على ذلك نحتاج إلى العودة قليلا والتحدث عن الخطط الأصلية انظر قبل أن يصبح قبر زوسر هرما كانت الفكرة هي بناء مصطبة بسيطة كان هذا النوع من المقابر شائعا جدا في الفترات السابقة هيكل مستطيل بسقف مسطح وجوانب مائلة ولكن بعد الانتهاء من المصطبة الأصلية عن طريق إضافة المزيد من الطبقات في الأعلى ثم أضافوا المزيد من الطبقات حتى وصل البناء إلى 6 درجات مميزة كل منها أصغر من السابقة وربما فعلوا كل هذا عن طريق رفع تلك الأحجار الثقيلة باستخدام المنحدرات وليس المصعد الذي يعمل بالماء لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن هرم زوسر المدرج ولا شك أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية عمل هذا النظام بالكامل أو ما إذا كان موجودا في الأساس لكن فكرة استخدام الماء للمساعدة في بناء الهرم تضيف الطبقة جديدة تماما إلى فهمنا للهندسة المصرية القديمة إنها تذكير قوي بمدى بهارة هؤلاء البنات وذكائهم حيث استخدم الطبيعة المحيطة وقوة المياه لإنشاء أحد أكثر المعالم شهرة في التاريخ آمل أنك تشعر بالجوع في تايوان يمكنك شراء بعاء من حساء محار شهي بدولار واحد فقط توجد هنا أسواق ليلية مشهورة عالميا يمكنك العثور فيها على تشكيلة واسعة من طايمة الباعة المتجولين بأسعار مناسبة للجميع عند السفر لا تريد إثقال كاهلك بالكثير من الملابس الثقيلة التي لن ترتدي نصفها على الأرجع وفر بعض المساحة واستعمل خدمة مغاسل الملابس يمكنك غسل حوالي نصف كيلوغرام من الملابس بدولار واحد في ماليزيا أو كدت أنسى يمكنك شراء وجبة إفطار محلية لذيذة بنفس السعر أيضا إن زرت جزر البحر الكريبي ورغبت بشراء كوزي ذرة مشوي فستدفع دولارا واحدا أيضا هل من الممكن شراء عشر بيضات بدولار واحد؟ هذا ممكن في ماليزيا يا ترى ما سبب بيعهم البيض في مجموعات من عشر حبات؟ أي خيار ستختار في فيتنام؟ كوبان لذيذان من القهوة المحلية؟ أو خمس جرائد محلية؟ أو تأمين لعام كامل على دراجتك النارية؟ أو غسل شعرك؟ أو أربع لفات لذيذة؟ الخيار الأخير طبعا إن سافرت إلى إندونيسيا بميزانية محدودة فيمكنك الحصول على وجبة كاملة مكونة من عصيدة الدجاج وكرات اللحم ونودلز الدجاج وإن كنت تريد العودة إلى فندقك فسيكلفك تكسي الدراجة النارية دولارا واحدا تقريبا إن كانت الرحلة قصيرة في بانكوك عاصمة تايلاند يوجد قارب طويل يقل الركاب من ضفة نهر عريض إلى الضفة المقابلة ومقابل دولار واحد يمكنك ركوبه ستة مرات ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا هل قدماك منتفختان بعد الرحلة الجوية الطويلة؟ أهب نفسك تدليكا للقدمين لمدة ثلاثين دقيقة في الفلبين ولن يكلفك ذلك سوى دولار أيضا أهلا بك في سريلانكا أثناء الإقامة في هذا البلد يمكنك شراء تذكرة للحافلة أو القطار لمدة خمس ساعات عبر الجزيرة مقابل دولار واحد تقريبا إن كنت لا ترغب في السفر فبحث عن مطاعم محلية لتجربة بانك كيك جوز الهند التقليدي بنفس السعر في أرمينيا يمكنك شراء كيس كبير من الدقيق أو البطاطا أو ثلاثة أرغفة خبز ماذا ستفعل بكل هذه الأشياء؟ ماذا عن تركيا؟ هل ميزانيتك محدودة وكروش قليلة في جيبك؟ ينتظرك كوب شاي تركي لذيذ وفي الواقع الشاي هو المشروب الساخن الأكثر رواجا في هذه الدولة أو يمكنك شراء حبة بقلاوة حلوة إن كنت تشتهي تناول شيء لذيذ سأكون صريحا معك لن يمنحك الدولار كبر قطعة بقلاوة لكن تظل أنت الرابح نقانق بدولار واحد؟ هذا صحيح يمكنك شراء النقانق بهذا السعر في شوارع مقدونيا لننتقل إلى كرواتيا يمكنك شراء تذكرة لإحدى وسائل النقل العام أو جريدة محلية أو آيس كريم لذيذ أو نسيت أو كوبا كابوتشينو في مقهى محلي وبالحديث عن القهوة الجيدة نعم إيطاليا هل تحتاج إلى قهوة السيبريسو لإيقاظك بعد الاحتفال طوال الليل؟ لا مشكلة ابحث عن أماكن لا يقصدها السياح كثيرا واشتريها بدولار واحد فقط وإن كنت في روما لرؤية معالم سياحية مشهورة فمن المؤكد أنك سترغب في التقاط بضعة صور في الكولوسيوم هذا المعلم مجاني في الواقع لكن هناك ممثلون محليون يرتدون أزياء مصارعين قدماء ومن المتعارف عليه تقديم دولار واحد على الأقل كبقشيش لهم لا ترغب بفعل ذلك؟ إذن اشتري قارورة ماء بنفس السعر لكن لحظة 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 لم ننتهي من إيطاليا بعد لماذا لا تتمدى قليلا وتنفق دولارا آخر لشراء منزل هذه المرة؟ نعم سمعتني جيدا على وجه الدقة تكلف هذه المنازل يورو واحد وهذا يعادل دولارا وعشرين سنتا لكن مع ذلك يمكنك المساومة على السعر وكلا لا يعني أن أسعار العقارات في إيطاليا جنونية هناك قصة وراء هذه الأسعار الغريبة تحاول الحكومة الإيطالية جذب سكان جدد إلى القرى الصغيرة لزيادة عدد السكان هناك انتقل سكان هذه المناطق إلى المدن بحثا عن فرص عمل أفضل والهدف من هذه الأسعار إعادة الحياة إلى شوارع هذه القرى لننتقل إلى بريطانيا الآن من المؤكد أنه يمكنك العثور على شيء بدولار واحد لكن السؤال الأهم هل يمكنك التعامل معه؟ ماذا عن بيضة مخللة بدولار واحد؟ نعم بيضة مسلوقة منقوعة في خل هذا طبق كلاسيكي بريطاني ويتم تقديمه في العادة كطبق جانبي مع السمك عند زيارة لندن يمكنك دخول معظم المتاحف بدولار واحد فقط حسنا حسنا لقد كشفتني المتاحف هناك مجانية في الغالب إذن من يريد بيضا مخللا؟ لا يمكنك زيارة فرنسا دون تذوق الباكيت الأصيل لكن حقيقة إمكانية شرائه بدولار واحد تزيد من روعته باكيت هي الكلمة الفرنسية للعصة ويعد هذا الخبز أحد أشهر المنتجات الفرنسية صدر قانون في عام 1920 يمنع الخبازين من بدء العمل قبل الساعة الرابعة صباحا أو العمل بعد العاشرة مساءا لذلك اضطر الخبازون إلى ابتكار وصفة خبز سريع التحضير لإطعام الجميع وهكذا ظهر الرغيف الفرنسي الباكيت آيسلندا بلد جميل لكنه من أغلى الدول في العالم لا توجد أشياء كثيرة يمكنك شراؤها بدولار واحد في آيسلندا باستثناء الحليب ماذا عن كيس رقائق بطاطة؟ تكلف هذه الوجبة الخفيفة حوالي دولار واحد في آيرلندا أريد نكهة المشاوي من فضلك في لوكسنبيرغ يمكنك شراء قارورة ماء بسعة لتر ونصف مقابل هذا السعر لا تشتعر هذه الدولة بالكثير لكنها منطقة جميلة إنها الدوقية الكبرى الوحيدة في العالم أيا كان معنى ذلك؟ لا توجد خيارات شراء كثيرة بسعر دولار واحد فقط في بلجيكا لكن يمكنك شراء علكة بهذا الدولار في فنلندا يمكنك استخدام حمام عام مقابل دولار واحد لكن إن طلبت بلطف سيسمح لك عامل المقهى باستخدام الحمام مجانا وتوفير دولارك توجد في بولندا حلوة تقليدية تشبه الدونات وتكلف قطعتان منها دولارا واحدا فقط عجينتها غنية ومنفوشة ومحشوة بالمربة ومغطاة بمسحوق السكر وتجري العادة على أكلها في يوم الخميس البدين في أمريكا تجري العادة على أكلها في يوم الثلاثاء البدين ثلاثاء خميس لا أرى أي فرق أنا مستعد لتناول هذه الحلوة في أي يوم من الأسبوع إن كنت تزور سويسرا فستحتاج إلى أكثر من دولار لكن يمكنك الذهاب إلى كشك أطعمة وتذوق قطعة صغيرة جدا من الجبنة السويسرية من باب التعرف عليها فقط قد يعطونك هذه القطعة بالمجان شيء آخر يمكنك الحصول عليه بدولار ربما تفاحة واحدة ربما في انتشو إنها وجبة خفيفة نسبانية تقليدية وتتكون من رغيف خبز مع حشوة من خضار أو مخللات أو لحوم تباع في كل مكان لكن الأماكن المحلية التي تبيعها بدولار واحد موجودة في المناطق غير السياحية في الغالب كل هذا مقابل دولار واحد فقط أرض جيد في ألمانيا يمكنك تناول البريتسل كلا لا أقصد البسكويت المملح المعروف بل البريتسل المخبوز الطازج اللذيذ أو يمكنك شراء أربعمائة عود أذن في حال لم تكن جائعا إنه يوم مشمس معتدر في السويد وأنت تتنزه وتستمتع بوقتك وفجأة تشتهي تناول شيء منعش بدولار طبعا ما رأيك بتناول آيس كريم؟ فكرة رائعة أنا موافق هل أنت ذاهب إلى البرازيل؟ رائع يمكن للدولار شراء كوب عصير برتقال طازج أو شيء نفطل بكثير إن كنت لا ترغب في التجول بحقيبتك طوال اليوم فتوجه إلى أقرب محطة حافلات هناك خزاء يمكنك ترك أغراضك فيها والتوجه إلى الشاطئ مباشرة حان وقت التوجه إلى كولومبيا في العاصمة بوغوتا يمكنك شراء كوب قهوة مع قطعتين من البسكويت أو الأريبا وهو طبق دورة تقليدية بنكهات مختلفة ثم المزيد من القهوة إن كنت تتجول في مدينة نيويورك قد تتمكن من العثور على شريحة بيتسا لذيذة بهذا السعر لكن قد يستغرق العثور عليها بعض الوقت هل إطارات سيارتك أو دراجتك مذكوبة؟ حسناً دولار هو سعر استخدام مضخة الهواء هل تحتاج إلى خيط أو أزرار أو بالونات أو غرض عشوائي آخر؟ اذهب إلى متجر التسعة والتسعين سنة في كندا يمكنك شراء خص وفي كوستريكا يمكنك شراء ثمرة بالطيخ أو بابايا أو أنناس كاملة وفي تنزانيا عجة بطاطا لذيذة تعرف على هولو مالي المعروفة أيضاً باسم مدينة الأمل هذا اللقب منطقي تماماً نظراً لأن هذه الجزيرة الاصطناعية جزء من خطة جزر المالديف الكبيرة لتجنب الغرق بالكامل في المستقبل القريب تم إنشاء هولو مالي عن طريق وضع رمال من قاع البحر على منصة مرجانية مغمورة وقد نجحت تقع هذه المدينة على ارتفاع حوالي 1.8 متر فوق مستوى سطح البحر مما يعني أنها ضعف ارتفاع عاصمة جزر المالديف مالي وبينما ينتقل المزيد والمزيد من الناس إلى هناك للعيش فقد تم تصميم الجزيرة أيضاً لتكون بمثابة موقع إخلاء مؤقت أثناء العواصف والأعاصير الخطيرة سيشل هي جوهرة أخرى في المحيط الهندي معرضة لخطر الانقراض ولسوء الحظ أصبحت الفيضانات الساحلية مشكلة شائعة هناك خاصة أثناء المد الربيعي والأمطار الغزيرة المشكلة هي أن جزيرتهم الرئيسية ماهي تستضيف حوالي 90% من سكان البلاد يرتفع الساحل حوالي 1.8 متر فقط فوق مستوى سطح البحر تعد فيجي الجنة الاستوائية الثالثة في قائمتنا وهي أيضاً الاختيار الأفضل للمسافرين لكن هذه الأمة في موقف صعب لأنها تقع في وسط المحيط الهادى حيث يمكن للعواصف الضخمة أن تحول الأمور إلى فوضى لنأخذ إعصار وينستان على سبيل المثال فقد ضرب فيجي مرة أخرى في عام 2016 وانتهى الأمر بتكلفتها أكثر من مليار دولار من الأضرار لذا فإن الشيء الوحيد الذي يفعلونه لحماية أنفسهم هو زراعة أشجار المانغروف على طول السواحل والحفاظ على الأشجار الموجودة بالفعل هذه الأشجار رائعة لأنها تساعد على تقليل سرعة الرياح أثناء حالة طوارئ الأعاصير وأيضاً مكافحة التآكل عن طريق محاصرة الرواسب قد تكون مصر في ورطة أيضاً أعني أن البلاد بأكملها لن تغرق تحت الماء ولن نرى سوى قمم الأهرامات في غضون سنوات قليلة لكن الأمور يمكن أن تتغير حقاً بالنسبة لهم حيث تواجه المدن الساحلية خطراً جسيماً خذ الإسكندريات على سبيل المثال ويعيش 45% من سكانها بالفعل تحت مستوى سطح البحر إذا غمرت المياه المدينة فلن يضطر الجميع إلى الرحيل فحسب بل ستعاني مصر بشكل عام من تأثير كبير على إنتاجها السمكي وفي أوروبا توجد إحدى أكثر المناطق السكانية المعرضة للخطر في هولندا حيث يعيش حوالي نصف السكان في مناطق تحت مستوى سطح البحر في المستقبل قد يصبح التخطيط للفتة الرومانسية مع زهور التوليب لصديقتك مهمة مستحيلة هولندا مسؤولة عن ثلثي إنتاج التوليب في العالم لذلك إذا استحوذت المياه المالحة على الحقول فستنتهي اللعبة بالنسبة للأزهار ولكن الخبر السار هو أن الهولنديين لديهم قرون من الخبرة في التعامل مع المياه لذا فإن معركة كيفية التعامل مع حواجز العواصف والجدران البحرية يمكن أن تمنعهم من سيناريو يوم القيامة ربما لا تكون مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر أعلى في أي مكان آخر غير هنا في توفالو من الممكن أن تكون سلسلة الجزر هذا التي تقع في منتصف الطريق بين أستراليا وهواي أول ولاية تصبح غير صالحة للسكن ترتفع أراضيها المذهلة عن سطح البحر بحوالي 2.7 متر فقط وفقط من خلال النظر إليها على الخريطة يمكنك أن ترى مدى ضيقها في الواقع يبلغ عرض الجزء الأضيق في فونجا فالي حوالي 19 مترا فقط لذلك حتى قبل أن يصبح ارتفاع المد والجزر مشكلة حقيقية يمكن أن تغمر الأراضي الزراعية المحدودة في البلاد بالمياه الماليحة الدولة التالية في قائمتنا هي الفلبين يتمتع هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا ببعض أجمل المناظر الطبيعية لكنه يواجه خطر الفيضانات لسببين أولا بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر وثانيا بسبب التقسي المجنون الذي لا يمكن التنبؤ به منذ عام 1990 كلفت أحداث مثل الأعاصير والزلازل وموجات لتسونامي البلاد أكثر من 20 مليار دولار هل سمعت من قبل عن فانو واتو؟ من الممكن أن تغمر المياه هذه السلسلة من الجزر الممتدة بين أستراليا وفيجي قريبا كانت فانو واتو واحدة من أوائل دول المحيط الهادئ التي قامت بنقل مجتمع بأكمله إلى مكان أكثر أمانا بالعودة إلى عام 2005 انتقل السكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية المحفوفة بالمخاطر في جزيرة تاجوى الشمالية إلى مناطق مرتفعة بعد ذلك جزر مارشال وهي دولة تقع في وسط المحيط الهادئ تشير الدراسات إلى أن 40% من المباني في العاصمة ماكورو قد ينتهي بها الأمر تحت الماء في المستقبل لكن هذا البلد لم يستسلم بعد لقد حصلوا على خطة ويقومون بتحصين البنية التحتية لمطارها المنخفض ونقل المباني الرئيسية إلى أراضي مرتفعة وإقامة جدران بحرية على الجزر الريفية باتجاه الجنوب لدينا ناورو إنها في الواقع واحدة من أصغر الدول في العالم حيث تغطي مساحة 21 كم مربعا فقط اليوم يسكنها 10 ألاف شخص لكنها على وشك أن تصبح غير صالحة للسكن وترتفع مستويات المياه هناك بمعدل أسرع بثلاث مرات من المتوسط العالمي تثير بحيرة بوادا قلقا خاصا لأنها المصدر السطحي الوحيد للمياه العذبة وتقع على ارتفاع خمسة أمتار فقط فوق مستوى سطح البحر محطتنا التالية في المحيط الهادئ هي جمهورية بالاو كما أن ارتفاع مستويات سطح البحر ليس مزحة بالنسبة لهم لكن حماية محاصيلهم وخاصة القلقاس تشكل أولوية في هذه اللحظة في منتصف الطريق تقريبا بين هاواي ونيوزيلاندا تقع ساموة وهذا البلد يتعامل مع وضع فريد من نوعه لا يقتصر الأمر على زيادة حجم المياه هناك فحسب بل تغرق أراضيهم أيضا كما ترون ضرب زلزلان قوياني وأمواج تسونامي ساموة في 2009 لذلك عندما ترتد القشرة إلى موضعها الأصلي فإن سطح الأرض الإجمالي ينخفض فعليا ولهذا السبب فإن مساكنهم والبنية التحتية الرئيسية يمكن أن تتعرض لضربة خطيرة خاصة وأن جميع مطاراتهم تقع على طول الساحل دعونا نتوجه إلى كيري باتي تواجه هذه الدولة الواقعة في المحيط الهادئ مشكلة كبيرة تتمثل في الفيضانات المتكررة لأن معظم سكانها وبنيتها التحتية تقع بالقرب من الساحل باستثناء جزيرة بانابا البركانية لا يزيد ارتفاع أي من أراضي كيري باتي عن مترين فوق المحيط ولمعالجة هذا الوضع والحفاظ على سلامة سكانها كانت لديهم فكرة كبيرة تتمثل في إنشاء منصة عائمة ضخمة تشبه إلى حد ما تلك التي تمتلكها شركات النفط لكن المشكلة هي أن ذلك سيكلفهم ثروة حيث تقدر تكلفة المشروع بحوالي مليار دولار إذا كانت زيارة فيتنام مدرجة في قائمة أمنياتك فمن الأفضل أن تسرع تتضمن أهم عشرة أشياء يمكنك القيام بها هناك في الغالب الإبحار إلى مواقع مذهلة مثل خليج هالونغ المعروف أيضا باسم خليج التنانين المنحدرة ولكن بحلول 2050 قد تكون الأرض المحيطة هناك تحت الماء هناك مشكلة كبيرة أخرى تواجهها فيتنام وهي أن حقول الأرز الرئيسية أصبحت ماليحة وإذا كنت من محبي الطعام الفيتنامي فأنت تعرف مدى أهميات الأرز بالنسبة لهم وفي الوقت الحالي يشعرون بالقلق بشكل خاص بشأن تعرض منطقة دلتا نهر ميكونغ للخطر بعد كل شيء هذه منطقة شديدة الخصوبة مسؤولة عن معظم الانتاج الزراعي في فيتنام حيث أن أكثر من 50% منه عبارة عن نعم الأرز تبذل هذه الأمة جهدا حقيقيا للتكيف مع هذا الواقع الجديد إنهم يغسلون حقول الأرز في دلتا ميكونغ بالمياه العذبة لتخلص من الملوحة محطتنا تاليا ستكون في البحر الكاريبي جرينادا دولة جزيرة لكن قد تعرفها باسم جزيرة التوابل نظرا لأن مناخها الاستوائي مثالي لزراعة أشياء مثل جوزة الطيب والقرفة والقرنف والزنجبيل ولسوء الحظ تواجه جرينادا وتربتها الخصبة أيضا مستقبلا غامضا من الغرق دعونا نتحدث عن آخر دولة في قائمتنا جزر سليمان خمس جزر في هذا الأرخبيل اختفت بالفعل تحت الأمواج وست أخرى مغمورة بالمياه بنسبة عشرين بالمئة وهي تشمل جزيرة نوسا إيفيلي التي كانت ذات يوم نقطة ساخنة للنزهة في أوائل الألفية وعلى الرغم من أن الوضع معقد فمن المهم أن نلاحظ أن أكثر من ثلاثمائة من الجزر هناك مأهولة بالسكان هناك شيء واحد يتعلق بجزر سليمان وهو أنها تبدو دائما في نوع من وضع التعافي نظرا لأن البلاد غالبا ما تتعرض للأعاصر الاستوائية والفيضانات المفاجئة ويعمل سكانها بالفعل بجد لإنقاذ منازلهم من ارتفاع منسوب مياه البحار من خلال بناء الجدران الحجرية على طول الساحل وزراعة أشجار المانغروف وبناء المنازل في المناطق المرتفعة اسمحوا لي أن أكمل جولتي حول العالم ولا نتجه مباشرة إلى أوروبا لنبدأ رحلتنا في اليونان مكان يعود تاريخه إلى آلاف السنوات حتى في العصر الحديث لا تزال هناك أطلال قديمة يتم الحفاظ عليها بعناية وسنستمتع هناك بجولة ممتعة يحتوي مطار أثناء على مضحف مدمج به قطع أثرية قديمة وإليك الطريقة التي يجتمع بها القديم مع الحديث هناك إليك منظر الأكروبوليس من الشارع أحد سكان إسبارتا يتجول في شوارع اليونان شارك أحد مستخدمي موقع ريدت صورة لمبنى حديث تم بناؤه مباشرة فوق الآثار القديمة يمكن للزوار رؤية العطلال من خلال الزجاج تشتهر اليونان أيضا بقطتها التي تتجول في الشوارع في كل مكان رصد أحد مستخدمي موقع ريدت قطة تحرس البنك الوطني اليوناني في هذه الأيام يحاول الجميع التقليل من استخدام المنتجات البلاستيكية يستخدم البعض الشفاطات الورقية والبعض الآخر يستخدمون الشفاطات الزجاجية لكن هذا المقهى في اليونان يعرض استخدام المعكرونة كشفاطات لست متأكدا مما إذا كان ذلك أمرا غبيا أم عبقريا ذهب مستخدم آخر إلى مطعم في شمال مقدونيا وشعر بالحيرة عندما قدموا له شرائح البيتزا فوق فطائر الوفل لقد ضربوا عصفورين بحجر واحد وجبة خفيفة ولا توجد نفايات في رومانيا يبدو أن مكينات البيع الذاتي شيء مهم هذه على سبيل المثال آلة تبيع اللحم وإليك أفضلها آلة بيع تبيع علب البيت ربما البيت المخفوق أوروبا مكان يتسم فيه الجيران القدام بالحداثة وهذا المزيج ساحر سأريك شارك أحد مستخدمي موقع ريديت صورة لملعب كرة سلة حديد محصور بين جدران عمرها 700 عام في كرواتيا وهذه صورة من داخل إحدى محلات البقالة انظر إلى هذه الأعمدة القديمة تتطلب المشكلات الحديثة حلولا حديثة أيضا تضيع إشارات المرور هذه الأرض حتى يتمكن الأشخاص الذين يحملون هواتفهم من ملاحظة تغير الضوء تعد إيطاليا بمثابة تحفة فنية يعود تاريخها إلى آلاف السنوات لدي لك مجموعة كبيرة من الأشياء من هذا البلد يعود تاريخ بعض الآثار إلى آلاف السنوات ويتم الحفاظ على الكثير منها شارك أحد مستخدمي موقع الريدد صورة لبي فندق بأرضية زجاجية لذا يمكن رؤية أطلال قديمة من خلالها انظر إلى صورة هذا الدربزين على موقع AirBnB التلافتات الشوارع بمثابة تحفة فنية في إيطاليا انظر إلى هذا شارك أحد مستخدمي موقع الريدد المزيد من التصميمات أظهر هذا المستخدم صورة لسوبرماركت يقع في مسرح قديم في البندقية أضاف مستخدم آخر صورة أخرى لهذا السوبرماركت نظرا لأننا نتحدث عن متاجر السوبرماركت فمن الواضح أنه يسمح بالحيوانات الأليفة هنا حتى أن هناك عربات خاصة لحملها يعود عمر المدن إلى كورون وهناك عدد غير قليل من الشوارع الضيقة لذلك يتعين تعديل المركبات الحديثة لتلائمها هذه واحدة منها بعض المدن لديها قنوات أو تقع على جزر لذا فإن القوارب شيء مهم هذا قارب يوك في اس في جزيرة مورانو هناك الكثير من الدول في قارة أوروبا تقع مدينة بازل في سويسرا على الحدود مع فرنسا وألمانيا لذلك يوجد بالمطار ثلاثة مخارج يمكنك الخروج منه إلى فرنسا أو ألمانيا أو سويسرا دعونا نخرج في ألمانيا انظر هناك إشارة مرور مع فتاة تتمشى مع جمال يبدو هذا لغزا بالنسبة لي لأن الجمال ليست شيئا مألوفا في ألمانيا لكنها لطيفة إليكم نصباح شوارع فريد آخر يظهر فيه كارل مارتز الفيلسوف الألماني الشهير بالعودة إلى آلات البيع المحيرة في ألمانيا يمكنك العثور على آلات بيع النقانق هامبورغ هي المدينة الساحلية الرئيسية في ألمانيا هناك نهر يربطها ببحر الشمال لا عجب أن هناك مكدونالدز للقوارب انظر إلى هذا التصميم لزجاجات المياه المعدنية التي تباع في جبال الألب السويسرية أحضر أحد مستخدمي موقع ريديت هدية تذكارية من فرنسا هذه أقلام على شكل خبز الباكيت انظر إلى هذا المنزل الطيق في إسبانيا أتساءل كيف يبدو الأمر من الداخل لكن لسوء الحظ شارك المستخدم المظهر الخارجي فقط في البرتغال تتنكر أبراج الهواتف المحمولة في شكل أشجار وهذه حافلة يمكنها السير على الطرق ثم تتحول إلى قارب رصد أحد مستخدمي موقع ريديت أبوابا في لندن بها مقابض أبواب في المنتصف يبدو هذا غير مريح للغاية ولكن من الواضح أن المقبض لا يدور وأنه موجود فقط لسحب الباب لإغلاقه والرزء المعدني مع ثقب المفتاح له مقبض صغير في الجزء السفلي منه أوروبا مكان تاريخي صندوق البريد هذا يحمل علامة ملك حكم منذ أكثر من قرن بالعودة إلى الحاضر كان الطلب مرتفعا على صناديق الهاتف الحمراء الآن عندما يكون لدى كل شخص هاتف خالوي أو اثنين لم يعد الطلب عليها كثيرا لذلك يتم استخدام صناديق الهاتف بطرق مختلفة هذا على سبيل المثال أصبح الآن ورشة لتصليح الهواتف الذكية لوكسنبورغ بلد صغير لكنه غني ويقطع بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا لديهم هناك آلات تبيع خبز الباكيتة الفرنسي دعونا ننتقل شمالا أولا إلى هولندا يحض المزارعون حقولهم بشريط من الزهور ويضعون لافتة بها رمز الاستجابة السريعة حيث يمكن للناس الدفع مقابل قطف زهور وها هو مجرد مرفق غريب رصطه بعض مستخدمي موقع الردد في الدينمارك في آرهوس وهي مدينة أسسها الفايكينغ في القرن الثامن يمكنك العثور على إشارات مرور عليها صور الفايكينغ تحتوي بعض صناديق القمامة في قطارات الأنفاق السويدية على مساحة منفصلة للعبوات المعدنية يمكن للمشردين جمعها واستبدالها ببعض النقود هناك تمثال ضخم لحيوان موب في الضيف النرويد وهذه لافتات على أكشاك الحمام تصور حيوانات الرنة من الواضح أن الشعب الفنلندي مهذب مثل الكنديين في الحافلة لديهم زر لشكر سائط الحافلة أيضا اكتشف أحد مستخدمي موقع الردد نمط الراكون على مقعد الحافلة كلنا نعرف الخيول الهزازة ربما كان لدى معظمكم مثلها في أيام الطفولة حسنا يمتلك الصغار الفنلنديون حيوان الأيل المتأرجح يأتي الكثير من الناس إلى أيسلندا على أمل رؤية الشفق القطبي الشمالي كان لدى أحد مستخدم موقع الردد هاتف في الفندق يحتوي على زر خاص لإيقاظ النزيل عند ظهور الأضواء الشمالية يضع الليتوانيون أحيانا سيارات شرطة مزيفة على جانبي الطريق لمكافحة السرعة على الطريق حكم الملوك والملكات أوروبا لعدة قرون حتى اليوم العديد من البلدان لديها ملوك مثل المملكة المتحدة وهولندا وإسبانيا والدنمارت وبلجيكا وبعض البلدان الأخرى لذلك لا عجب أن هناك مئات القلاع منتشرة في جميع أنحاء أوروبا لا يوجد في بولندا أي ملوك هذه الأيام ولكن لا يزال لديها خمسمائة قلعة هذه علامة تحذير للأشباح بجوار أحدهم في فروتسواب تحتوي جميع المعالم على نموذج بحيث يمكن لدول إعافات البصرية لمسها ورؤيتها أيضا يوجد أيضا تمثال لدارد فيدر في إحدى المدن البولندية في الواقع إنه تمثال لرجل بولندي شهير أشرف على بناء ميناء ولكن من وقت لآخر يرتدي سكان المحليون التمثال في زي اللورد فيدر هذه العلامة في بولندا تحذر على وجه التحديد استخدام الدراجات والجرارات والخيول على طريق سريع في بعض الأماكن يوجد خط منفصل على الرصيف للأشخاص الذين يمشون ويحدقون في هواتفهم والآن نساثر عبر المخيط الأطلسي إلى إفريقيا هذا هو الكثيب السابع في ناميبيا سابع أكبر الكثبان الرملية في العالم إنه بارتفاع مبنى إمفاير ستي شارك مستخدم الانترنت هذه الصورة قام شخص ما في تنزانيا بوضع منزل بينتهاوس حرفيا فوق المبنى لقد بحثت قليلا ووجدت أنه فندق ما زلت لا أجد تفسيرا للسق لكنني أصدق أن هذا حقيقي ربما هذه طريقة دعائية يجب على السائقين في موزنبيك توخي الحذر والاحتراس من الأفيال وهذه لافتة من جنوب إفريقيا يحترس من طيور البطريق لم تعد الأشجار التي تنمو عبر الطرق مفاجئة لكن هذه نخلة في المغرب تنمو عابرة عدة شروفات قدم فندق في تركيا كرصى عسل كامل على الإفطار إلى أحد مستخدم موقع الردد في الهند يفضل البعض تناول كار الحمص والطماطم اللذيذ على الإفطار إلى جانب البوري وهو خبز مرقوق مقلي حاول أن تقول اسمه ووصفه بسرعة المهم هذا الخبز أجوف في المنتصف وينتفخ بالبخار عند تسخينه يتناول بعض سكان جنوب أفريقيا فوتوباب لوجبة الإفطار وهو نوع من دقيق الشوفان لكنه مصنوع من الدرة والماء يمكن تناول هذا الطبق في أي وقت من اليوم لكن عند تناوله على الإفطار يضاف إليه الحليب والسكر لا تشبه القهوة السينيغالية قرينتها الأمريكية المسحوق المستخدم لتخمير هذا الشراب مصنوع من حبوب البن وحبوب فلفل السيليم والكورنفل وهو غني بالتوابل أكثر من لاتيليا كطين المعروف ويمنحك طاقة أكبر وفي المغرب يفضل السكان شرب الشاي بالنعناع ويتناولون على وجبة الإفطار أرغفة خبز طازجة مرصوصة في طبقات ويمكن تقديمها مع المربى أو العسل لكنها تحشى أحيانا بالخضار أو حتى اللحم حساء الحمص لابلاني هو طبق إفطار تقليدي في تونس وهو غني بالتوابل بفضل البصل والكمون والأعشاب المضافة إليه إن حالفك الحظ قد تحصل على بيضة مسلوقة إلى جانبه وفي نيجيريا وبعض الدول المجاورة يتناول الناس كعك الفاصلياء المقلي على الإفطار المكونات الرئيسية هي فاصلياء متبلة بفلفل حر مجفف وبصل طازج وفلفل أحمر طازج الطبق رائج في الشوارع ويقدمه الباعة المتجولون وجبات الإفطار الكورية مشبعة جدا في العادة وذلك لأنها تتكون من العديد من البانشان وهي عبارة عن أطواق جانبية يقدم الكيمشي وهو نوع من الملفوف المخمر وعجة ملفوفة وخضار متبلة واجيون وهو طبق يشبه البانكيك هذه وليمة قد تبدو وجبة الإفطار اليابانية مثل وجبة غداء أو عشاء في دول أخرى فهي مكونة من حساء وأرز وسلم وخضروات مخللة وفي جامايكا يأكل سكان السمك المملح والآكي على الإفطار الآكي فاكهة غريبة تشبه الليتشي وتتميز بقوام طري وكريمي الغريب أن هذه الفاكهة محضورة في أمريكا لأن بذورها سامة لكن يمكن أكل اللب طالما أنه ناضج تماما يجب أن تعرف الفرق جيدا أكثر ساندويش إفطار مجنون في العالم يأتي من هولندا يضاف نثار الحلوى إلى هذا الساندويش وهو عبارة عن رضيف خبز مدهون بالزبدة ومرشوش بهذه الحلوى يسمى هاكل سلاك ويعني عاصفة البرد ويأتي بنكهات مختلفة الشوكولاتة والفانيلا والفواكه قد تبدو وجبة الإفطار الألمانية ثقيلة لك إن كنت معتادا على تناول وعاء من الشوفان فقط تتألف هذه الوجبة من لفائف خبز وتشكيلة من الأجبان واللحوم وعند الحاجة قد تضاف بيضة أو بيضتين والمشروب المفضل المصاحب لهذه الوجبة الشهية هو القهوة إن كنت من عشاق الشوفان فتوجه إلى فنلندا تتألف وجبة الافطار الفنلندي التقليدية من دقيق شوفان يسمونه بوورو ويقدمونه مع توت طازج أو مجمد وسكر وحليب وجبة الافطار في إيطاليا ليست الوجبة الرئيسية في اليوم قد يتناولون حبة كورنيتو وهو عبارة عن كرواسون مع حشوة حلوة أحيانا مع الكابوتشينو بالمناسبة لا يحتسل إيطاليون سوى الكابوتشينو في الصباح وإن طلبت مشروب لاتي في إيطاليا فستحصل على كاس حليب اللاتي المعروف يحمل اسم كافي لاتي في إيطاليا الميوسلي طبق محبوب في كافة أنحاء العالم لكنه الطبق المفضل في سويسرا يتكون ميوسلي الافطار التقليدي من رقائق الشوفان والزبيب والفواكه المجففة والمكسرات ويتم خلطه بالزباد في العادة وفي السويد يتناول سكان شطائر افطار تقليدية تسمى سمورغاس وهي عبارة عن شريحة خبز مدهونة بالزبدة مع حشوة أخرى قد تكون الحشوة من اللحم أو السمك أو الجمنة إلى جانب بعض الخيار أو الخس أو الطماطم يفضل الكثيرون تناولها مع البيض المسلوق كما أن السويديين مهوثون بالقهوة المفلترة لأن طعمها طيب جدا الافطار الفرنسي مثالي لعشاق الخبز يتكون من تشكيلة متنوعة من الخبز والكعك اللذيذ ونعم لديهم ذلك الكرواسون الذي لا يستطيع الأغلبية نطق اسمه بشكل صحيح هل نطقته بشكل صحيح؟ ربما يجدر بإضافة لكنة فرنسية له خوانساة؟ على العموم أحضر شريحة خبز سادة ودهنها بزبدة ومربع أو رغيف خبز بالشوكولاتة القهوة هي المشروب الرائج هناك لكن الكثير من الناس يفضلون تناول العصير الافطار الارجنتيني مشابه للافطار الفرنسي نوعا ما فهو مكون من المعجنات والقهوة ميديا لونس معنى ليسم نصف القمر يشبه الكرواسون كثيرا باستثناء أنه أصغر وأحلى وإن لم تكن من عشاق المعجنات الحلوة فتناول شريحة خبز محمص تسمى توستادة وإن لم تكن من عشاق الكهوة فتناول عصير برتقال الزبادي وحبوب الافطار والبيض تقدم للسياح في الغالب إن كنت ترغب في تجربة وجبة افطار مكسيكية تقليدية فحضر شيلا كيلي أجل لفظها مختلف عن كتابتها قطع عدة شرائح خبز تورتيلا إلى قطع واطبخها على نار هادئة في الصلصة يجب أن تصبح التورتيلا طرية بعض الشيء بعد ذلك أضف الأفوكادو والجبنة الطرية والدجاج يقدم الطبق مع بعض الأرز والفاصلياء على الجانب وبالهناء والعافية هل تريد طبقا أخاف؟ هناك معجنات لذيذة في المكسيك تكون على شكل صدفة وأخرى تبدو كأذنين ملتصقتين معا وجبة الإفطار في البيرو تبدو غريبة جدا للزوار الجدد أحد الأطباق التقليدية هو هملوا أن النطقية كان صحيحا هذا الطبق عبارة عن موز الجنة المحمص مع قطع لحم الخنزير وهو من أطعمة الشوارع الرائجة هناك أهم عنصرين في وجبة الإفطار البرازيلية هما الخبز والمشروب المحبوب القهوة الخبز المفضل لدى البرازيليين هو كرات الخبز الفرنسي يدهنونها بالزبدة بسخاء ثم يضعون شرائح اللحم الفواكه الاستوائية مثل البابايا متوفرة بكثرة في البرازيل لذا لا تتفاجأ برؤيتها على مائدتك عند السفر إلى ريو دي جانيرو الكولومبيون يتمتعون بعشرات وصفات الإفطار الشهية في العاصمة بوغوتا يقدم التشانجوا وهو حساء بيض وحليب مع كزبرة وخبز يابس منقوع في المرق طبق آخر شهي هو كالينتادو ويعد من أرز معاذ تسخينه أو بقايا الفاصولياء ويقدم مع النقانق والأفوكادو والبيض في كوستاريكا الناس معتدون على أكل الأرز والفاصولياء على الإفطار أيضا يالا المفاجأة لكن على عكس كولومبيا يشوي شعب كوستاريكا موز الجنة وهو مثل الموز العادي لكنه أقل حلاوة بكثير بدل النقانق المشروبات بسيطة قهوة أو عصير البدا تتشعر بالجوع دولة أخرى يشيع فيها تناول الأرز على الإفطار هي ماليزيا لكن طريقة تحضيره رائعة ومميزة هناك يتم طهيه في حليب جوز الهند ويقدم مع تشكيلة متنوعة من الأطباق الجانبية بيض مسلوك أو خيار أو حتى فول سوداني بيض بشكل عجة أو حشوة كعك أعواد عجينة مقلية منقوعة في حليب صويا الساخن فطائر بانكيك ملفوفة محشوة بالخضار هل يبدو أي خيار شهيا لك؟ إذن يجب أن تجرب وجبة إفطار تايوانية مرة واحدة على الأقل تقدم هذه الأطباق مع أشكال مختلفة من حليب الصويا الساخن يوجد حليب سادة أو أسود والأخير هو حليب متبر بمسحوق السمسم والفول السوداني لا تكتمل وجبة الإفطار في هونغ كونغ بدون شاي الحليب التقليدي يكم نصر تمييزه في التقنية المستخدمة لتحضيره قطعة القماش التي تصف الشاي تشبه الجورب وتكون سميكة جدا بعد تصفية الشاي الأسود لا تنسى إضافة بعض الحليب المبخر والسكر للحصول على تلك النكهة الكشدية الأصلية لا تسهئ فهم التالي إن رأيت وجبة إفطار مكونة من بعض النقانق والبيض واللحم المشوي فهذا لا يعني أنه فطور إنجليزي دقيق النظر هل ترى ذلك الأرز؟ لحم مقدد حلو ومتبل بسكر بني وصلصة الصويا وكوب من الشوكولاتة الساخنة أهلا بك في الفلبين واستمتع بوجبتك الشهية إن سافرت إلى إندونيسيا ذات يوم فلا تفوت فرصة تجربة عصيداتهم المصنوعة من الأرز الأسود وحل بجوز الهند على الإفطار لكن يجب أن أخلي مسؤوليتي هنا ليست سوداء في الواقع بل منفسجية تسمى بوبوركي تانهيتام هل نطقتها بشكل صحيح؟ تزداد لدة هذا الطبق عندما تعلوه شرائح الموز والكرفة كما لديهم البابيدا وهو شوفان مصنوع من دقيق الساقو هذا الطبق نشوي ولزج ويشبه العصيدة أو السلايم سكان ميانمار معتدون على تناول حساء إفطار شهي يسمى موهينغا وهو غني من أكهات متنوعة يحتوي على الزنجبيل ومعجون السمك وعصير الليمون والفلفل الحار والكزبرة والبصل يضاف إلى هذا الحساء سمك السلور والنودلز مالح حلو حار حامض كلها في طبق واحد لو كانت هناك مسابقة لأكبر وجبة إفطار في العالم فإن الإرلنديين سيربحون الجائزة الكبرى اسمع القائمة الإفطار الإرلندي التقليدي مكون من اللحم المقدد والبودنج الأبيض والبودنج الأسود وبطاطا الهاش براون والبيض المقلي أو البيض المخفوق والنقانق والفاصولياء وبعض الكبد المقلي أحيانا كيف ستحرق كل تلك السعرات الحرارية هناك العديد من الأساطير حول أعظم بناء بناه البشر على الإطلاق سور الصين العظيم يقول البعض إنه ضخم جدا للدرجة أنه يمكن رؤيته من الفضاء ويدعي آخرون أنه يمكنك رؤيته من مسافة بعيدة مثل القمر وتشير النظريات أخرى إلى أن بنات الجدار ترك في الداخل آسف لإحباطك ولكن كل هذه القصص المثيرة للإعجاب هي مجرد أساطير ولكن حتى مع تدمير تلك القصص فإن سور الصين العظيم عبارة عن هيكل مثير للإعجاب ومذهل حقا لذا دعوني أخبركم بقصته الحقيقية اليوم تعد الصين واحدة من أكثر الدول سكانا في العالم حيث يصل عدد سكانها إلى واحد وأربع من عشر مليار نسمة كما أنها واحدة من أقدم الأمم في العالم لديها ثلاثة ألاف وخمسمائة سنة من التاريخ المكتوب المستمر ولكن الحضارة كانت موجودة قبل ذلك بوقت طويل هناك نظرية مفادها أنه في حين أن القارة الأوروبية على سبيل المثال قد وصل إليها على الأرجح بشر من إفريقيا فإن الصين لم تكن مأهولة بمستوطنين أتوا من مكان آخر يعتقد بعض الناس أن الحضارة الصينية تتشكلت من سكان العصر الحجري المحليين الذين عاشوا في المنطقة منذ فترة ما قبل التاريخ سور الصين العظيم كبير جدا حتى بمعايير اليوم ويمتد لمسافة تزيد عن ثلاثة عشر ألف ميل ولتخيل الأمر بشكل أفضل فهو خمسة أضعف المسافة بين نيويورك ولوس أنجلس تقريبا أو حتى أكبر قليلا من المسافة بين القطبين الشمالي والجنوبي حتى في العصر الحديث لم يقم الناس ببناء أي شيء قريب من هذا الحجم بالطبع لم يستغرق بناء سور الصين العظيم يوما واحدا يومان؟ فلتكمل في الواقع تم بناء الجدار على مر عدة قرون ربما تعلم أن المدن القديمة كانت تحيط بها أسوار لحماية نفسها من الغزاء؟ نعم كانت المدن الصينية تمتلكها أيضا وحد الإمبراطور الصيني الأول البلاد في عام 220 قبل الميلاد وحصل على فكرة رائعة ولكنها طموحة للغاية تحويل جميع أسوار المدينة إلى جدار واحد كبير يدافع عن حدود البلاد ضد الهجمات القادمة من الشمال أشرف جنرال منثوق على البناء وسجل مجموعة كبيرة من العمال الجنود والعام والمدانين في ذلك الوقت كان الجدار مبنيا من الأرض المدكوكة والخشب وفي بعض الأماكن التي كانت ذات أهمية استراتيجية تدخلت أجزاء الجدار لتوفير أقصى قدر من الأمن كان ارتفاع الجدران حوالي 26 قدما في المتوسط لكن الصور الصين العظيم لم يكن يبدو بعد مثل البناء الذي نعرفه اليوم كان كل إمبراطور جديد يتولى مشروع الجدار الكبير ويقويه ويوسعه ويصلحه ولكن أيضا يقوم بتحديث تقنيات البناء استخدم البعض الطوبة في بنائه انتقل البعض إلى كثل الجرانيت والرخام لم تكن أبراج المراقبة والمنصات موجودة منذ البداية أيضا فقد أضافها أباطرة مينغ أتاحت أبراج المراقبة التواصل مع أجزاء الجدار الأخرى من خلال الرسائل الدخان والنار لذا فإن الجدار غير متناسق تماما من حيث المواد لكنه يضيف المزيد من السحر إلى البناء ويظهر مقدار الجهد والوقت الذي استغرقه السبب وراء بقاء بعض أجزاء الجدار قائمة منذ قرون وما زالت في حالة جيدة هو دقيق الأرز اللازج اتضح أن ملاط الأرز اللازج هذا يشبه الأسمنت تقريبا فهو قوي جدا ومقاوم للماء ويغلق الطوبة معا بإحكام بحيث لا يمكن حتى للأعشاب الضارة أن تلموا بينها قد تلاحظ أيضا أن بعض الطوب عليها كتابات محفورة تركها العمال الذين كانوا يبنون الجدار الغرض من هذه الكتابات هو ضمان الجودة فهي تحتوي على معلومات مثل الموقع والكمية والمسؤولين المسؤولين لذلك في حالة وجود بعض المشاكل في جودة المواد أو الإنشاءات سيتم معرفة من يجب أن يتحمل المسؤولية عنها في الآوينة الأخيرة بحثت مجموعة بحثية في الوثائق التاريخية الرسمية لأسرة مينغ التي حكمت الصين من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر لقد عثروا على سجلات الأبواب السرية في صور الصين العظيم لذلك قرروا العثور عليها واستخدموا روبوتا طائرا لالتقاط صور متواصلة للجدار بدقة سنتيمترية وقاموا بتصوير التسعين بالمائة من الجدار الذي تم بنائه خلال عهد أسرة مينغ واكتشفوا بقايا أكثر من مائتين وعشرين بابا سريا على طول الجدار بعضها له عرض وارتفاع محددان يسمحان لشخص واحد فقط بالمرور من خلالها والبعض الآخر كبير بما يكفي للسماح لخيلين بالمرور في الوقت نفسه لماذا الأبواب هناك؟ كان الهدف الرئيسي لسور الصين العظيم هو حماية البلاد من العدو إن بناء الأبواب التي تسمح للعدو بالدخول من شأنه أن يقوض الهدف الأساسي من وجود جدار لذلك بالطبع كانت الأبواب عبارة عن ممرات سرية لقد تطابقت تماما مع المناطق المحيطات من الناحية التوبغرافية وكان المخرج من الخارج مموها بالطوب بحيث لا يمكن تمييزه تماما عن جدار الطوب لم يكن الجدار أبدا مجرد جدار دفاعي ولم يكن مغلقا تماما أبدا بل كان من الممكن فتحه عند الطلب وكان أيضا هيكلا يستخدم للتجارة والتبادل والتواصل بين داخل الصور وخارجه وبالطبع للدفاع والتجسس تم استخدام بعض الأبواب للتجارة مع الجانب الآخر ومن خلال أبواب أصغر يتسلل الشخص للتجسس على العدو الذي يعيش على الجانب الآخر كانت البوابات المخفية مفيدة أيضا للهجوم المفاجئ كما تتذكر كانت بعض البوابات مموهة بالطوب من الخارج وكان المخرج غير قابل للتمييز للدرجة أن العدو لم يكن لديه أي فكرة عن مكان وجوده بالضبط كان المدخل الداخلي للجنود الصينيين مجوافة حتى يتمكنوا من السير عبر الجدار وكاسر بوابة الخروج المموهة من الداخل لبدء هجومهم المفاجئ على الرغم من أن النقطة الرئيسية كانت منع الغرباء من الدخول إلى المدينة إلا أن الجدار لم يكن فعالا للغاية في هذا الشأن لا يزال من الممكن التسلق أو السير حوله لذلك كان الجدار تحت المراقبة في جميع الأوقات وكان الخراس يرسلون إشارات للقوات إذا رأوا اقتراب العدو كما أتاح الجدار المزيد من الوقت لتعبئة وتجميع قوات البلاد أو جذب قوات العدو إلى موقع استراتيجي صعب توقف البناء في نهاية القرن التاسع عشر وفقد الجدار أهميته الاستراتيجية والعسكرية بسبب التقدم التكنولوجي على مر القرون وحتى يومنا هذا لا يزال ثمانية بالمئة فقط من سور الصين العظيم في حالة جيدة والباقي متضرر كما اختفى حوالي ثلث الجدار دون أن يترك أثرا بسبب التأكل الطبيعي والأضرار البشرية أعتقد أنه يمكنك القول أنه الآن مجرد جدار جيد جدا كما تتذكر تم بناء الأجزاء الأولى من الجدار من الأرض المدكوكة والخشب هذه ليست المواد الأكثر ثباتا إذا كنا نتحدث عن آلاف السنين كما أن أساليب الزراعة المدمرة حولت مساحات واسعة إلى صحراء وساهمت في تأكلها كما تم نقل الكثير من الطوب من السور في القرن الماضي لاستخدامه في بناء المزارع والمنازل يتم تفكيك الجدار حجرا حجرا حتى يومنا هذا ولكن هذه المرة من قبل السياح عدد قليل منهم يأخذون الحجر كتذكار هذا إجمالي عدد كبير من الحجارة مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من عشرة ملايين سائح يزورون سور الصين العظيم كل عام منذ عام 1987 أصبح الجدار أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو مما يسلط الضوء على أهميته البارزة للإنسانية يعد الجدار أحد مواقع التراث العالمي البالغ عددها 56 موقعا في الصين ويحتل المركز الثاني بين الدول ذات المعالم المحمية من قبل اليونسكو من هو الأول؟ تسأل المركز الأول الذي يضم 58 موقعا للتراث العالمي ينتمي إلى إيطاليا وهل تعلم أن الجدار ليس مجرد منطقة جذب سياحية شهيرة فخاص بل هو أيضا موقع ماراثون السور العظيم إنه ماراثون تأسس عام 1999 وهو أحد أكثر الماراثونات تحديا في العالم لقد خمنت ذلك بشكل صحيح يركض الناس على طول الجدار بما في ذلك جميع الخطوات هناك ثلاث مسافات بحيث يمكن للمشاركين إجراء ماراثون كامل يبلغ طوله 26 ميلا أو نصف ماراثون يبلغ طوله 13 ميلا أو مجرد الاستمتاع بالجري لمسافة خمسة أميان ثلاثمائة ألف نسمة وأكثر من ثمانين ألف حصان نعم إنها أيسلاندا السلالة الموجودة هناك مميزة للغاية قوية التحمل طويلة العمر وبسبب ذلك تحظى بشعبية عالمية يمكن الاثور على هذه الخيول في أمريكا الشمالية وأوروبا أيضا لكنها قد تحمل سمات معينة لا يريد سكان أيسلاندا أن تظهر على سلالتهم لهذا السبب أراد سكان أيسلاندا تجنب خلط خيولهم مع سلالات أخرى لذا سنوا قانونا قبل أكثر من ألف سنة يمنع استيراد الخيول هذا صحيح حتى لو أعطوك خيولهم لا يمكنك إعادتها مضغ العلكة ممنوع في سنغافورة كان المخربون يلصقون العلكة على مستشعرات الأبواب أو يجدون وسيلة أخرى للعبث بوسائل النقل العام وبسبب ذلك اضطرت الدولة لإنفاق حوالي 150 ألف دولار سنويا لتنظيف هذه الفوضى لذا كان من الأسهل حظر العلكة بموجب القانون لا يسمح بشراء العلكة أو بيعها أو نفخها هناك استيرادها ليس فكرة سديدة أيضا في مدينة ميلانو الإيطالية العبوس في الأماكن العامة مخالف للقانون أو على الأقل قبل عدة قرون خلال الأزمات التاريخية أراد حكام مدينة ميلان ابتكار طريقة للتميز ولهذا صدر قانون يطالب السكان بالابتسام والتحلي بمزاج إيجابي في الأماكن العامة توجد في ألمانيا طرق سريعة يمكنك القيادة فيها بسرعة تتجاوز 160 كم في الساعة لكن إن تمديت في السرعة ونفد وقود سيارتك وأنت لا تزال على الطريق السريع فستدفع غرامة كبيرة مقابل ذلك هل توجد محطة وقود على نطاق يتراوح بين 1.6 و 3 كم وترغب في المشي إليها؟ من الأفضل لك عدم فعل ذلك لأنها مخالفة أخرى يحملك الألمان مسؤولية تزويد سيارتك بالوقود والمشي على الطريق السريع ليس آمنا إلى جانب ترك سيارتك على جانب الطريق سلام من نيوزيلندا إن خطر في بالك فجأة قضاء فترة ظهيرة يوم الأحد في التحليق مع ديك في منطاد فيجب عليك البحث عن بلد آخر للقيام بذلك لأن هذا غير قانوني هنا المعذرة لننتقل إلى جارة نيوزيلندا في عام 1966 في أستراليا كان هناك قانون يمنع اللعب بطائرة ورقية في مكان عام إن كان ذلك سيزعج الآخرين من حسن الحظ أن هذا القانون صدر في عام 1966 لذا لن يتذكره أي أحد إن قررت الاستمتاع باللعب بطائرة ورقية في الحديقة وأثناء وجودك هناك لا يمكنك ربط ما عايزك بسيارتك أيضا لا ترتدي زياباتمان أو روبين فأنت لا تريد أن تثبت للسلطات أنك لست بطلا ليليا حقيقيا أليس كذلك؟ في بعض المدن يجب على سائق سيارات الأجرة وضع حزمة قش في صناديق سياراتهم طوال الوقت على الأقل فرض ذلك عليهم حتى عام 1980 صدر هذا القانون في الأيام الخوالي عندما كانت الخيول لا تزال وسيلة نقل رائجة ولا يمكنك مجرد تزويد الحصان بالوقود صحيح؟ لننتقل إلى أمريكا الآن إن وجدت نفسك في ولاية واشنطن فلا تفكر حتى في مطاردة ذي القدم الكبيرة أو بيكفوت أصدرت الولاية قانونا في عام 1969 ينص على أن ذي القدم الكبيرة من الأنواع المهددة بالإنقراض لماذا لم يذكروا أي شيء عن الياتي أو الإنسان الجليدي المقيد؟ في ولاية فيرمونت الأمريكية يوجد قانون يحضر حبال غسيل الملابس حيث صوت بعض الناس ضد قبح بياضات الآخرين وملابسهم الداخلية المعلقة أمام الجميع لهذا السبب أصدروا قانونا جديدا لا يمكنك منع الناس من وضع حبال غسيل الملابس قانون ضد آخر هذا غريب هل تسمع ذلك؟ أحدهم يتحدث خلف هذا الباب أوه ماذا يقولون يا ترى؟ توقف فورا على الأقل إن كنت في ولاية أكلاهما ينص القانون على منع التجول خفية والتنصط بالصدفة على محادثات شخص ومن ثم ترديدها أو نشرها لذا إن كان لديك أي شيء تريد مشاركته فأخبره لسكان أكلاهما سرك في بئر عميق هناك إن كنت تتنزه في ولاية نيفادا ثم تقرر الاستلقاء على الرصيف لأخذ قسط من الراحة فاعدل عن هذه الفكرة لأن ذلك مخالف للقانون هناك ولا تجلس أيضا فلن تفلت من العقاب بهذه الطريقة إن وجدت نفسك في بالتيمور بولاية ماريلاند فتذكر عدم إحضار أسدك إلى سينما أعرف أن قطك الكبير متحمس لرؤية الفيلم الجديد لكن القانون قانون وأثناء وجودك هناك تذكر بضعة أمور أخرى يجب عليك عدم مخالفتها عدم قول ألفاظ سيئة في الأماكن العامة والأكل ممنوع أثناء السباحة في المحيط ويمنع ارتداء قمصان بلا أكمام في الحدائق العامة يمنع رمي الطوب على طريق سريع في ولاية آيوا ما لم تحصل على إذن خطي من مجلس المدينة طيب عندما تفكر في الأمر فإنه يبدو منطقيا وعادلا إن كنت لا تريد النظر إلى لوحات الإعلانات الكبيرة البراقة في كافة أنحاء المدينة فانتقل إلى هاواي حضرتها هذه الولاية في عام 1920 وبالطبع هذا ليس السبب الوحيد لزيارة هاواي لكن ستفيدك معرفة هذه المعلومة وفي الوقت نفسه حذت ولاية أخرى مثل فيرمونت ومين حذوها وتفخر بذلك تأخذ بلدة في ولاية جورجيا تناول الدجاج المقلي على محمل الجد لدرجة تناول الدجاج المقلي دون شوكة يجب أن تأكلها بيديك وفي الواقع في عام 2009 احتفلت امرأة بعيد ميلادها الحادي والتسعين في مطعم وأكلت الدجاج بالشوكة حضر ضباط شرطة وأخبرها أنها رهن الاعتقال لكنها حصلت على عفو لاحقا لذا انتبه إلى طريقة أكلك الدجاج في جورجيا وبالحديث عن الدجاج هل تعرف لماذا قطعت الدجاجة الطريق؟ لا أعرف الإجابة لكن ما أعرفه أن هذه النكتة لم تظهر في جورجيا لأن قطع الدجاج للطريق مخالف للقانون هل تعتقد أن بخاخ رشي الخيوط ممتع؟ لا توافق بلدة في ولاية ألباما على ذلك لأنها تقول بصرامة حيازة أي نوع من أنواع المفرقاعات أو بخاخات رشي الخيوط أو أي أغراض مماثلة أو استخدامهم أو تخزينهم أو بيعهم أو تصنيعهم أو إهداؤهم محظور يا للهولة وعندما تزور تلك الولاية لا تقود وأنت معصوب العينين هذا قانون مفروض هناك مما يعني أنهم يأخذون عبارة أبقي عينك على الطريق على محمل الجد تمام طفح الكيل لن تنام في حوض الاستحمام بعد الآن يا حمار ردد سكان ولاية أريزونا عبارة مماثلة لتجنب مخالفة القانون في العشرينيات رأى السكان المحليون حمار مزارع في حوض استحمام يحمله الفيضان حدث الفيضان بسبب تحطم سد محلي وكان الحوض مرميا في فناء المزارع الخلفي قرر الحمار أخذ قيلولة فيه أنت تعرف كيف تسير الأمور نهار طويل ظهيرة مشمسة وقيلولة ما بعد الغداء لم يستطع المسكين منع نفسه بعد إنقاذ الحيوان المسكين من الحوض المبحر قررت البلدة منع الحمير من النوم في أحواض الاستحمام من باب التحسب والاحتياط في ولاية كوناتيكات يجب أن يرتد المخلل حتى يعتبر مخللا في الأربعينيات ألقي القبض على رجلين لبيعهما مخللات غير شرعية لأنها لم ترتد السؤال المهم هنا كيف يرتد المخلل بالضبط؟ المزيد من حلقتي قوانين غريبة في ولاية كوناتيكات من غير القانوني عبور الشرعي أثناء المشي على يديك يا رجل من الصعب عدم مخالفة هذا القانون صديقتك العزيزة تحتفل بعيد ميلادها ماذا ستقدمين لها؟ قاسيمة منتجع صحي تذاكر إلى ديزنيلاند؟ عشاء في مطعم فاخر؟ فأر؟ إن كنت في ولاية مونتانا يجب عليك احترام القانون لكن من حسن الحظ أن الفئران تعد هدية رائعة في فلوريدا فهي على الأقل أفضل بكثير من بعض الحيوانات الكبيرة أثناء وجودك هناك يجب عليك دفع رسوم ركنها في المواقف شأنها شأن سائر الجمال والفيلة والقيول وبقية قطيع الحيوانات آسف يا رفاق يجب عليكم احترام القوانين بغض النظر عن مدى شعورك بالإرهاق لا يمكنك الذهاب إلى الفراش في قصر باكنجهام إن كانت الملكة لا تزال مستيقظة يمكن لأفراد العائلة المالكة الذهاب للنوم فقط بعد أن تنام الملكة لا يمكنك التقاط صور السيلفي مع أفراد العائلة المالكة والسبب الدقيق لذلك غير معروف يمكن لأفراد العائلة المالكة التحدث إليك لفترة قصيرة لكنهم لا يعطون توقيعهم لأحد وبالتالي لن يتمكن أحد من تزوير التوقيع الملكي ويحذو حذوهم بعض المشاهير حيث يقوم الكثير من الناس ببيع أشياء تحمل تواقيع المشاهير بأسعار مرتفعة ينبغي على الجميع النهوض عند نهوض المالكة عن مائدة العشاء وتنطبق هذه القاعدة أيضا على أفراد العائلة المالكة فهم يقفون عند دقول المالكة إلى الغرفة أو مغادرتها يتعين على سيدات العائلة المالكة البريطانية ترك شعرهن بلونه الطبيعي ولا يمكنهن اختيار قصات الشعر الغريبة التي قد تغير من مظهرهن وعليهن أيضا الحفاظ على المظهر المثالي لأظافرهن أما فيما يتعلق بطلاء الأظافر فلا يسمح لهن سوى بوضع الطلاء الوردي الفاتح ويجب أن يكون مكياج الوجه خفيفا ويحضر عليهن وضع المكياج في الأماكن العامة على جميع أحفاد العائلة المالكة الحصول على موافقة الملك الحالي قبل تقديم عرض زواج هذه القاعدة موجودة في قانون الزواج الملكي وهي سارية منذ سنة 1772 لا يسمح لأفراد العائلة المالكة بتناول المحار فكثيرا ما يسبب المحار التسمم الغذائي لا توجد حاليا قواعد سلوكية صارمة لتحية المالكة ولكن بعض أفراد العائلة المالكة يختارون إلقاء التحية بالطريقة التقليدية فينحن الرجال قليلا بأعناقهم وتنحن سيدات بأجسامهن هذا الإجراء الشكلي من قواعد الاتيكيت يحيي البعض الآخر المالكة بالمصافحة التقليدية إن مدت هي يدها يمنع أفراد العائلة المالكة من قبول الهدايا من أشخاص لا تربطهم بهم علاقة على المستوى الشخصي حتى لا يعرض أنفسهم لأي منة من مقدم الهدية بإمكانهم تلقي الزهور والمواد الغذائية بكمية معقولة ونسخ من كتب غير مثيرة للجدل من مؤلفيها وغيرها من العناصر ذات القيمة النقدية الصغيرة وفقا لتقاليد زيفاف المالكية يجب على عرائس العائلة المالكة حمل غصن واحد على الأقل من نبات الآس خلال الحفلة يرمز الآس إلى الأمل والحب وعلى كل عروس إضافته إلى باقة زهورها يجب على أفراد العائلة المالكة أيضا المرور عبر نقطة مراقبة الجوازات بالطبع لن يقفوا في طوابير كركاب الآخرين لكن يجب ختم جوازات سفرهم الجميع مطالبون بذلك باستثناء المالكة فلا حاجة لها بجواز السفر لأن جميع جوازات السفر في الدولة تصدر بالنيابة عن صاحبة الجلالة وعند عبور أي حدود لا يطلب من الملكة سوى اسمها الكامل وعنوانها وجنسيتها ومكان ميلادها ولا تحمل الملكة كذلك رخصة قيادة فهي الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي يمكنه قيادة السيارة دون لوحة سيارة يمنع أن يسافر اثنان من ورثات العرش على متن نفس الطائرة أو نفس القطار وهذا ضروري لحماية العائلة المالكة كما أن رحلات العائلية ممنوعة لكن الملكة إليزابيث تسمح بها أحيانا تصافح الملكة خلال أي مناسبة الكثير من الأشخاص ولتجنب التعرض لأي عدوى عليها دائما ارتداء القفازات هناك قاعدة أيضا لحمل كوب الشاي فيجب أن يثبت الإبهام وسبابة الجزء العلوي من مقبض الكوب ويجب أن يحمل الإصبع الأوسط الجزء السفلي منه وأن يشير مقبض الكوب دائما إلى عقرب ساعة ثالثة على سيدات العائلة المالكة محاولة الشرب من نفس المكان لتجنب ظهور العديد من بقع أحمر شفاه على حافة الكوب يجب على أفراد العائلة المالكة البريطانية إتقان فن المصافحة والطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي الحفاظ على الاتصال البصري وهز اليد مرتين وهذا ضروري لتجنب التواصل مع الناس لفترة طويلة ولإظهار معاملة أفراد العائلة المالكة للجميع باحترام متساون هناك الكثير من القواعد والبروتوكولات التي يجب اتباعها في أي عشاء ملكي ومنها ما يتعلق بأماكن جلوس الضيوف وطريقة وضع أدوات المائدة وأطباق التقديم المناسبة واتباع قواعد الإتيكيت أثناء الطعام وغير ذلك الكثير فمثلا وفقا لقواعد الإتيكيت تتحدث الملكة مع الشخص الموجود على يمينها عند تقديم الطبق الأول وتتواصل مع الضيف على الجانب الأيسر عند تقديم الطبق الثاني واجب على أفراد العائلة المالكة معرفة واحترام العادات والتقاليد وقواعد الإتيكيت في البلدان التي يزورونها ويرافقهم دائما مترجمون محترفون لمساعدتهم في المواقف التي قد يحدث فيها لبس يجب على السيدات خلع قبعاتهن في أي مناسبة تقام في قصر باكنجهام وخارجه بعد الساعة السادسة مساء وارتداء التيجان تنطبق هذه القاعدة على المتزوجات فقط ليست هذه القاعدة صارمة ولكن ينصح أن تقف سيدات العائلة المالكة وينزلنا الدرجة بذقن مستقيمة موازية للأرض وعند نزول الدرج يجب أن تكون اليدان جانبا من القواعد الأساسية خلال رحلات الملكية ابتداء الملابس المناسبة يحضر على أفراد العائلة المالكة سفر بملابس عادية بسيطة كالأحذية الرياضية أو الهودي أو الجينز فعليهم الظهور دائما بمظهر مثالي ولهذا دائما مناجدهم يرتدون البدلات أو الفساتين الرسمية من الضروري أيضا أن يضيف أفراد العائلة المالكة عناصر من الثقافة المحلية إلى ملابسهم كوضع دبوس معدني بشكل ورقة قيقب عند السفر إلى كندا على الملكة أيضا ارتداء ملابس بألوان صاطعة أثناء رحلاتها لكي تبرز وسط الحشد الكبير من الناس هناك مساعدون مخصصون للملابس ويسافرون إلى البلدان التي ينوي أفراد العائلة المالكة زيارتها قبل أسابيع للتخطيط واختيار ملابس أفراد العائلة المالكة لتكون ملائمة لطبيعة البلد وعاداتها ويتحققون من تصاميم الملابس وألوانها حتى لا تحمل معنا مسيئا لسكان المحليين يحدد المساعد مسبقا الأماكن التي ستخلع فيها الملكة حداءها أو الأماكن التي قد تحتاج فيها منديلا يتم الاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة بملابس الملكة عند السفر والتي يجب أن تضم دائما قطعة ملابس سوداء للظهور بمظهر لائق في حالة الحداد إن توفي أحد أفراد العائلة المالكة فجأة لا يمكن لأفراد العائلة المالكة قضاء الوقت بالطريقة التي يريدونها خلال رحلاتهم إلى المدن والدول الأخرى تنطوي أي زيارة على اجتماعات رسمية ووجبات عشاء مع كبار المسؤولين الحكوميين وتبقى ساعة للتجول واستكشاف المعالم السياحية المحلية يخطط لكل خطوة من خطوة كل فرد من أفراد العائلة المالكة بدقة كبيرة من بداية الغداء إلى نهايته أو عند حاجته لركوب سيارة وغيرها ويحصل أفراد العائلة المالكة على راحتهم أثناء تنقلهم من مكان إلى آخر يجب على أفراد العائلة المالكة السفر إلى جميع أرجاء بريطانيا ودول الكومنالث كان ذلك ضروريا في الماضي ليتعرف أفراد العائلة المالكة على طريقة عيش عامة الناس وكان الناس أيضا بحاجة إلى معرفة شكل حكامهم لكن بعد ظهور التلفاز والإنترنت أصبحت زيارات العائلة رمزية أكثر لتظهر أن الشعب في أمان أما الرحلات إلى البلدان الأخرى فغالبا ما تقترن بالأعمال الخيرية إذ يلقي أفراد العائلة المالكة الخطابات في مؤتمرات تتناول المشكلات العالمية الحالية كما أنهم يبنون ويحسنون العلاقات الدبلوماسية يتحمل الأشخاص الذين ينظمون هذه الرحلات الكثير من المسؤوليات أيضا فعلى سبيل المثال يذهب مساعد خاص إلى البلد الذي تخطط صاحبة الجلالة لزيارته قبل حوالي ستة أشهر من زيارة المالكة ويدرس في هذه البلدان أسلوب المعيشة المحلية والثقافة وسلوك الناس والمشاكل الحالية والوضع السياسي ويحدد الأماكن الخطرة يجب أن يعرف أفراد العائلة المالكة القليلة عن حياة أهل البلد وهذه وظيفة مساعدهم المحترفين تصل مجموعة كاملة ممن يتولون شؤون المنزل والطعام إلى البلدان التي يخطط أفراد العائلة المالكة إلى زيارتها مسبقا فيضعون قائمة طعام لكل فرد من أفراد العائلة المالكة ويطلبون من الطهات الأجانب بعدما إضافة الثوم بكمية كبيرة إلى الأطباق أو الكثير من التوابل لتجنب رائحة الفم الكريهة بالمناسبة لا تحب الملكة الثوم ولا أحد يضعه في الوجبات كشف أحد الطهات السابقين لدى العائلة المالكة عن بعض الأطعمة المفضلة للمالكة قائلا بأنها تدمن تناول الشوكولاتة لكنها تحب شرائح اللحم أيضا لكنها فضلت الاحتفاظ بما تحبه سرا كي لا يعده لها الطهات دون غيره كما ويخبر مساعد العائلة المالكة موظف الفندق بشراب المفضل لكل فرد من أفراد العائلة المالكة يزور أطباء معينون خصيصا بزيارة جميع البلدان بشكل مسبق والتحقق من المستشفيات في الدول التي ستزورها جلالة المالكة وأعضاء العائلة المالكة الآخرين حيث يتعرف الأطباء على جودة المنظومة الطبية المحلية لكشف أي نقص في الأدوية وإحضارها معهم إلى جانب ذلك تجهز حقيبة إسعافات أولية شخصية لكل فرد من أفراد العائلة ترافقه في جميع المناسبات تخيل السيناريو التالي تأكل في مطعم في باريس وتملأ بطنك بحساء بصل فرنسي وحل السوفلي بالشوكولاتة تستمدع بتناول هذه الوجبة اللذيذة يقترب منك النادل للسؤال عن وجبتك فمك ممتلئ بالطعام وبهدف التعبير عن رضاك تشير بعلامة الموافقة تتوقع رؤية السعادة على وجه النادل لكنه ينظر إليك بانزعاج حسنا اتضح أن عمل دائرة بأصابعك السبابة والإبهام لا يعني الموافقة في بعض الدول في فرنسا ترمز الإشارة للصفر أو عديم القيمة بدلا من الثناء على الوجبة اللذيذة وصفتها بأنها عديمة القيمة هذا سيء في فنزوالا وتركيا والبرازيل يجب عليك تجنب استخدام هذه الإيماءة أيضا في هذه الدول تهين هذه الإيماءة أي شخص توجهها إليه اختر رسم ابتسامة عريضة على وجهك وانتظر حتى تنهي ما في فمك لتقدم الشكر المناسب لهم في معظم أنحاء العالم ينظر إلى رفع الإبهام على أنه رمز إيجابي فهو تعبير عن إعجابك بالشيء لكن في بعض مناطق إيطاليا وغرب إفريقيا وإيران واليونان تعتبر هذه الإشارة إيماءة مهينة جدا عند زيارة ماليزيا يمكنك استخدام هذا الإصبع للإشارة إلى الأشياء لذا في المرة القادمة التي تحاول فيها ركوب سيارة في هذه الدول تجنب رفع إبهامك لمحاولة إيقاف واحدة فقد يتجاهلك السائقون بالكامل محاولة طلب اثنين من أي شيء أو الإشارة بعلامة السلام لشخص في بريطانيا أو أستراليا أو نيوزلاندا أمر مقبول بشرط أن لا تقوم به بالطريقة الخاطئة إن قمت بهذه الإيماءة بصورة خاطئة فإنها تتحول إلى إشارة مهينة للغاية وهذا لن يحبب الناس بك عند الإشارة بإصبعيك السبابة والوسطى تأكد من توجيه راحة يدك للخارج تفاديا لأي إساءة غير مقصودة تستخدم شعوب شرق آسيا لانحناء كثيرا للتحية كلما بالغت في الانحناء زاد الاحترام الذي تظهره للشخص لا يتوقع معظم اليابانيين من الأجانب فهم آداب الانحناء على الفور فهم يتقبلون المصافحة والإيماء بالرأس لكن تثقيف نفسك في آداب الانحناء قبل الذهاب إلى اليابان سيبهر العامة هناك إلى أي مدى يمكنك الانخفاض يعتبر استخدام السبابة غير مهذب في عدة دول في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا كما تعد الإشارة به إلى الشخص حركة وقحة في الصين واليابان وإندونيسيا قد تفسر هذه الإيماء على أنها تمييز ضد الشخص لإلقاء اللوم عليه أو إهانته عند السؤال عن الاتجاهات في الفلبين قد تشعر بحرة كبيرة وتتساءل إلى أين يشير السكان لا تقلق يستخدم الفلبينيون شفاههم بدلا من رفع أيديهم لمنع نفسك من الوقوع في الخطأ أينما كنت في العالم ما عليك سوى الإشارة بيدك الكاملة إلى الشخص أو المكان قد تعتقد أن رفع إصبعك الخنصر يجعلك تبدو رائعا لكنه تصرف مستهجن في الصين هذه الإيماءة مشابهة لرفع الإبهام وتعني وجود شيء يضايقك عند التقاط صور مع الآخرين أظهر احترامك لهم ولا تشر بأي إيماءة بذيئة بيدك تجنب إيماءتين على وجه الخصوص رفع إصبعك الخنصر فقط والإشارة إلى غرض بشيء متسخ مثل شوكة أو عودئك من الممتع الأكل بعيدان الأكل لكنك ستسيء لمن حولك بدون قصد إن وضعتها بطريقة خاطئة عند زيارة الصين أو كوريا الجنوبية أو اليابان لا ترتكب خطأ وضع عيدان الأكل بشكل منتصب في وعاء الأرز هذا نذير للحظ السيء إن اضطررت لوضع عيدان الأكل على الوعاء فاسندها على جنبه أو مدها فوقه وعلى غرار ذلك عند تناول الطعام في كوريا الجنوبية أو الصين لا تطلب من أحد أن يمرر لك الطبق في هذه الدول يجب عليك المشاركة والحصول على الطعام الذي تريده لا تقلق بشأن آخر حبة على الطبق وتناولها بلا حرج في بعض الدول من المقبول التمخط على مائدة العشاء فلا أحد يعرف متى يسيل أنفه فجأة طالما أنك استأذنت واستدرت بعيدا فلا بأس عليك لكن احذر إن كنت في اليابان أو الصين أو كوريا الجنوبية قد يتسبب الأكل الحار والمتبل هناك في سيلان أنفك بسرعة إياك والتمخط في الأماكن العامة إن اضطررت لذلك فاترك المائدة وتمخط في الحمام أو في مكان بعيد عن الأنظار وبهدوء يبدو هذا التصرف وقحا وقذرا للأشخاص حولك استخدم دائما منديلا ورقيا وليس قماشيا ورمه بعد استخدام تعد فيجي من أفضل الوجهات السياحية في العالم فهي تتميز بشواطئ جميلة وشعب ودود إن قررت قضاء عطلتك على هذه الجزيرة فستصادف العديد من السكان المحليين الذين سيرغبون في مصافحتك لمدة طويلة للغاية تقضي العادة بالإمساك باليد طوال وقت تبادل التحية مهما كان طولها كما يجب عليك التأكد من عدم سحب يدك بسرعة فإنهاء المصافحة فجأة تصرف وقح للغاية إن كنت في الهند فضم يديك معا بدل مصافحة الشخص ثم راحتي يديك معا وتأطئ رأسك قليلا وانطق تحية ناماستي مع وضع يديك بالقرب من صدرك طي الذراعين لا يعني أي شيء في معظم الدول ربما يدل على شعورك بالبرد أو الملل أو أن هذه الوضعية ستشعرك براحة أكبر مع ذلك قد تبعث الرسالة الخطأ في فنلندا طي الذراعين يعني عدم الاحترام هناك يراها الفنلنديون علامة على الغرور والاستهتار وأنك من النوع الذي يريد اختلاق المشاكل وإثارتها ويا للهول سيرون في هذه الإشارة تحديا لهم وعلى الأرجح أنهم سيواجهونك إن قمت بها تجنب بشكل خاص طي الذراعيك أمام الناس مباشرة فأنت لا تريد الوقوع في مأزق إن كنت تقضي عطلتك هناك قد يكون من الطبيعي مصافحة الشخص بمجرد مقابلته في روسيا لكن إن كنت عند مدخل أو رواق فتجنب فعل ذلك لن تقع في مشكلة كبيرة إن نسيت هذه القاعدة البسيطة لكن بعض الروسيين يعتبرونها جالبة للحظ السيء تجاوز المدخل قبل أن تمد يدك للمصافحة وتنطبق هذه القاعدة على المطاعم والمنازل والمحلات وأي مكان آخر تجنب هذا الخطأ البسيط وستوفر على نفسك الإحراج والحظ السيء الرأس أقدس جزء في جسم الإنسان في تايلاند لذلك فإن التربيت على رأس الشخص إهانة كبيرة هناك في أمريكا التربيت على رأس الشخص تصرف مرح أو مؤشر على أنه أحسن صنعا لكن في تايلاند كما قلنا من الأفضل عدم لمس رؤوس الآخرين لتجنب إهانتهم أو جعلهم يشعرون أنهم غير نظيفين ومن الحكمة أيضا عدم الإشارة بأصابع قدميك لأن القدم تعد أقدر جزء في الجسم إن كنت في عطلة فآخر شيء تود القيام به هو إهانة السكان المحليين قد يكون النظر إلى ساعتك في منتصف المحادثة تصرفا وقحا في الشرق الأوسط يشير هذا الفعل إلى أنك مستعجل وتريد الابتعاد عن محاورك حتى إن كان لديك موعد آخر احرص على التصرف بالأباقة دعي المحادثة تأخذ مجراها الطبيعي قبل النظر للساعة في الثقافة العربية حالما يبدأ التواصل يجب أن يأخذ وقته مفهوم؟ في اليونان لا تستخدم أبدا إيماءة التوقف بفرد الأصابع وتوجيه راحة اليد للخارج قد تنال ما لا يرضيك إن فعلت ذلك مع أحد العامة هناك فهذه الإيماءة إهانة كبيرة لليونانيين ويعود تاريخها إلى العصر البيزنطي في كوريا الجنوبية لا تشر لسيارة أجرة أو تلوح لشخص بتوجيه راحة يدك للأعلى إن قمت بذلك فلن يستجيب لك أحد هذه هي الحركة التي يستدعي الكوريون بها كلابهم الطريقة الصحيحة للتلويح هي بفرد ذراعك للخارج مع توجيه راحة يدك للأسفل وتحريك يدك للأعلى والأسفل بشكل عمودي وهذه ليست الحركة الوحيدة التي يجب مراعاتها في كوريا الجنوبية إن قدم لك شخص أكبر سنا مشروبا فيجب إمساكه بكلتا يديك بعد ذلك أدر وجهك أثناء احتساء أول رشفة هكذا تظهر احترامك له واحترام كبار السن في غاية الأهمية في كوريا الجنوبية إذا كنت تخطط لرحلة عبر المحيط الأطلسي فعليك الاستعداد لما هو أكثر من مجرد اضطراب الرحلات الجوية الطويلة وفقا للمكان الذي تتجه إليه قد تبدو الحياة في أوروبا غريبة بعض الشيء لذلك من الأفضل إجراء القليل من البحث قبل السفر عند الحديث عن الاختلافات الصغيرة فإن أول الأشياء التي قد تلاحظها هو عدم وجود مكيف هواء أتمنى أن تستمتع بالهواء النقي لأن تكييف الهواء المركزي ليس في كل مكان مثل معتات في أوروبا قد تجد أن شقة شخص ما أو مكتبه أو حتى مطعمه بالكامل لا يحتوي على وحدة تكييف هواء وذلك لأن بعض الأوروبيين يعتمدون فقط على نوافذهم للحصول على النسيم ومع ذلك فإن الأماكن الأكبر حجما مثل محلات البقالة ومراكز التسوق عادة ما تحرص على تهوية الأشياء جيدا المياه في المطاعم الأوروبية ليست دائما مجانية أيضا على الرغم من أن هذا الأمر شائع في الولايات المتحدة بالتأكيد ستحصل على زجاجة فاخرة في معظم الأماكن ولكنك ستجدها مدرجة أيضا على فاتورتك علاوة على ذلك إذا طلبت الماء فتأكد من تحديد نوعها لأنك قد تحصل على الماء الفوار بدلا من العادي إنسى أمر الحصول على كوب مملوء بالماء المثلج أيضا قد تحصل على الماء البارد من التلاجة لكن الأوروبيين لا يضعون في كل شيء أطمانا من الثلج كما يفعل الناس في الولايات المتحدة إذا كنت تستمتع بمشاهدة المعالم السياحية بميزانية محدودة فأنت تعرف مدى فائدة تلك المراحيض العامة بعد المشي لساعات من الرائع أن تجد حماما يمكنك فيه الانتعاش قليلا من الأفضل أن يكون لديك ما يعادل خمسين سنتا أو نحو ذلك في جيبك لأنه في العديد من الدول الأوروبية عليك أن تدفع مقابل استخدام هذه المراحيض العامة حتى مطاعم الوجبات السريعة قد تفرض عليك رسوما مقابل هذه الخدمة أفضل حل هو التوجه إلى المركز التجاري عادة ما تكون دورات المياه هناك مجانية أيضا في الولايات المتحدة غالما ما تحتوي وحدات الحمامات على فتحة في الأسفل يقول البعض أن هذا التصميم تم اختياره لأغراض التنظيف وسهولة الاستخدام لكن في أوروبا تجدها شبه مغلقة لتوفير مزيد من الحصوصية يعتبر يوم الاسم أيضا ذو أهمية كبيرة في أوروبا على الرغم من أنه لا يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة كل يوم من أيام السنة يعد بمثابة احتفال صغير بعيد ميلاد شخص يحمل اسما محددا فالأوروبيون الذين يتبعون هذا التقليد يعتبرونه بمثابة عيد ميلاد ثاني بل إن البعض يأخذونه على محمل الجد أكثر من عيد ميلادهم الفعلي حتى الطريقة التي ندرك بها الأشياء يمكن أن تكون مختلفة تماما وفقا للمكان الذي جئنا منه فمثلا مبنى عمره مئة عام في أوروبا يعد جديدا لكنه في الولايات المتحدة يعتبر قديما يتغير الأمر وفقا للشخص الذي تسأله فقد يعتبر بعض الأمريكيين شيئا عمره مئتي عام قديما ويخصص الأوروبيون هذه الكلمة لشيء يعود لفترة ما قبل العصور الوسطى ولكن عندما يتعلق الأمر بالمسافات فالأمر عكس ذلك تماما قد يجد الأوروبيون أن القيادة لمسافة مئة كيلومتر أو حوالي ستين ميلا هي مسافة طويلة بينما تعتبر هذه الرحلة قصيرة بالنسبة للأمريكيين لكن هذا يبدو منطقيا إذا فكرت في الأمر لأن أوروبا أكثر ازدحاما بكثير وفي الواقع فإن حجم الاتحاد الأوروبي بأكمله لا يتجاوز نصف حجم الولايات المتحدة وفي كلتا الحالتين فإن الأوروبيين في حالة تنقل دائم سواء كان ذلك داخل قارتهم أو إلى مكان آخر على هذا الكوكب ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن معظم الدول الأوروبية صغيرة جدا لدرجة أن الناس يكبرون معتقدين أنه من الطبيعي والسهل عبور الحدود طوال الوقت حتى الجهزة تميل إلى أن تكون مختلفة عند مقارنة المنطقتين قد الغسالات على سبيل المثال في أوروبا يتم توصيل معظمها فقط بالمياه الباردة ويتم تحميلها من الأمام من الشائع في الولايات المتحدة أن يكون لديك آلات تستخدم الماء الساخن والبارد ويتم تحميلها من الأعلى وفي هذا الصدد تأكد من البحث عن نوع القابس الكهربائي المستخدم في البلد الأوروبي الذي تختاره قبل السفر قد تجد أنك ستحتاج إلى محولات خاصة لتتمكن من استخدام شاحن هاتفك أو مكوات تجعيد الشعر أثناء العطلة ولحسن الحظ فإن معظم الفنادق مستعدة لمواجهة هذه المشكلة ويمكنها توفير محولات مجانية عند الطلب قد تبدو الثلاجات مختلفة بعض الشيء أيضا وذلك لأن الثلاجات الصغيرة هي القاعدة في أوروبا باستثناء العائلات الكبيرة التي تشتري ثلاجات ومجمدات أكبر الأمر ليس سيئا تماما خاصة إذا كنت تستمتع بمشاركة البقالة مع زملائك في السكن وتقلل هدر الطعام والرحلات المتكررة للمتجر لشراء الأطعبة الطازج قد ترغب أيضا في التعرف على النظام المتري قبل التوجه إلى أوروبا أيضا يستخدم الجميع هناك الأمتار والجرامات واللترات ودرجات الحرارة المئوية من المؤكد أن الناس في الولايات المتحدة قد يتعلمون النظام المتري في المدرسة لكنهم يلتزمون بالنظام الآخر في حياتهم اليومية مع الياردات والأميال والأرطال والفارنهايد تأكد أيضا من التحقق مرة أخرى من التواريخ والأوقات قبل إجراء أي حجز يكتب الأوروبيون تواريخهم بنظام يوم شهر سنة بينما يقلبها الأمريكيون إلى شهر يوم سنة أيضا في الولايات المتحدة يبدأ الأسبوع عادة يوم الأحد وينتهي يوم السب ولكن في أوروبا يبدأ الأسبوع يوم الاثنين وينتهي يوم الأحد عليك معرفة تسميات الساعة أيضا ففي بعض البلدان إذا قال شخص ما إنها ساعة الرابعة عشر فهذا يترجم إلى الساعة الثانية بعد الظهر حتى الإعلانات قد تبدو مختلفة بعض الشيء عند وصولك إلى أوروبا لأول مرة في الولايات المتحدة قد ترى أشخاص يتجولون في الشوارع بأزياء كهذه للترويج للأعمال التجارية المحلية لكن هذا مشهد نادر في أوروبا كما أن تلك اللافتات الإعلانية الضخمة التي غالبا ما تراها على طول الطرق السريعة الأمريكية غير متوفرة في معظم الدول الأوروبية إنها عادة ما تكون غير قانونية لأنهم يرون أن السائقين يجب أن يركزوا أكثر على الطريق أمامهم وقد تكون الأساليب الإعلانية هذه مشتتة للغاية والآن إلى أسماء الشوارع وساعات التسوق في أمريكا الشمالية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية من الشائع تسمية الشوارع بأرقام مثل الجادة الخامسة أو الشارع السادس عشر ولكن إذا توجهت إلى أوروبا فستجد أن شوارع عادة ما تحمل أسماء فعلية في بعض المناطق الريفية في أوروبا قد تصادف طرقا بدون أسماء على الإطلاق في أوروبا هناك أيضا تقليد رائع يتمثل في تسمية الطرق التي تربط المدن باسم المدينة التي تؤدي إليها قد تكون ساعات التسوق في أوروبا مربكة بعض الشيء أيضا بل ومحبطة في بعض الأحيان من المحتمل أنك سمعت عن القيلولا في إسبانيا حيث أن بعض دول البحر الأبيض المتوسط لتيها عادات مماثلة إنه الوقت الذي تأخذ فيه المتاجر والشركات استراحة قصيرة بعد الظهر قد تغلق الأماكن الصغيرة في المدن الأوروبية أبوابها أثناء استراحات الغداء أو تكون ساعات عملها أقصر في عطلات نهاية الأسبوع وقد يظل البعض مغلقا تماما في أيام محددة من الأفضل التحقق من الجدول الزمني المحلي إذا كنت تخطط لبعض العلاج بالتسوق أثناء السفر في أوروبا يمكن أن تؤثر ساعات التسوق هذه حقا على خططك ومدى سهولة حصولك على الأشياء التي تحتاجها في حين يميل الأمريكيون إلى الابتسام أكثر حتى للغرباء فقد يبدو الأمر غير معتاد بعض الشيء بالنسبة للأشخاص من البلدان الأخرى هناك سبب وراء ذلك كما ترون على مر السنوات أصبحت الولايات المتحدة بمثابة بوتقة الانصها إذ يأتي إليها الناس من جميع أنحاء العالم أصبح كونك ودودا ومقبولا أمرا ضروريا لسد الفجوات التي خلقتها التقافات واللغات المختلفة في بعض الأحيان يكون من المفيد أن تكون لطيفا أكثر من أن تكون صريحا بقسوة قد تبدو تفضيلات مشاهدة التلفزيون مختلفة أيضا في أوروبا لنأخذ النرويج على سبيل المثال حيث ستجد هذا المفهوم الرائع المسمى التلفاز البطيء هل تعلم عندما نجلس أحيانا أمام مسلسل ما لساعات حسنا لقد حول النرويجيون ذلك إلى رياضة وطنية لمن يرغب في ذلك يعد الأمر بمثابة المعادل البصري لموسيقى الخلفية لا أحد منها يلتصق بالشاشة وهو يشاهد ساعات طويلة من ماراثون حرق الخشب أو الحياكة ولكن قد ترغب في ذلك عندما تحتاج إلى بعض الترفيه في الخلفية دون أن يتطلب ذلك اهتمامك بالكامل عند الحديث عن أخذ الأمور ببطء ربما سمعت أيضا عن مفهوم يسمى هيوغا الذي يعني المرح إنها طريقة الحياة في بلدان الشمال الأوروبي يعتقد البعض أن مبادئ الحياة هذه يمكن أن تكون سر السعادة يتعلق الأمر بخلق حياة خالية من الأشياء المزعجة أو التي تسبب ضلطا يتعلق الأمر أيضا بإعطاء الأولوية لعلاقاتك والسعي دائما إلى التحليب الإيجابية في بعض النواحي تعتبر الولايات المتحدة عالما مختلفا تماما مختلفا عن أي مكان آخر لذا دعونا نلقي نظرة على ما يعد طبيعيا هناك لكنه يحير الناس الذين يعيشون خارجها من أول الأشياء التي يلاحظها الأجنبي عند دخوله البلد هو الأعلام الأعلام الأمريكية موجودة في كل مكان على المباني مثل المدارس والمنازل وعلى الملابس مثل السراويل القصيرة والقمصان وكل ما يخطر ببالك على مر التاريخ غير الأمريكيون 27 علما اعتمد العلم الأمريكي الحالي في عام 1960 وهو حتى الآن العلم الأطول عمرا في البلاد لكنه لم يكن من تصميم السلطات في عام 1958 أجريت مسابقة لتصميم العلم الأمريكي الجديد وكان العلم الفائز من تصميم طالب في المدرسة الثانوية يبلغ 17 عاما من ولاية أوهايو السبب الذي يجعل الأمريكيين يحبون علمهم كثيرا وشعورهم بالفخر الوطني ولكن لماذا لا تفعل الكثير من الدول شيء نفسه حسنا تتجنب بعض البلدان عرض الأعلام لأسباب تاريخية وترفع بلدان أخرى العلم فقط في المناسبات الخاصة لتسليط الضوء على أهمية الحداث ومع ذلك فإن بعض الدول تعرض أعلامها مثل الأمريكيين في الدنمارك يفخر الناس جدا بعلمهم أيضا ويزينون شجر العطلات الشتوية وكعك عيد الميلاد بالأعلام ويمكنك دائما العثور على ملصقات تحمل الأعلام الدنماركية والشموع الحمراء والبيضاء وغيرها من الأشياء التي تحمل العالم في متاجر البقالة يحب الأشخاص في السويد علمهم كثيرا أيضا ولديهم ساريات أعلام في كل مكان والآن لنذهب إلى مطعم هيا بنا توجد أشياء كثيرة خاصة جدا بالولايات المتحدة على سبيل المثال وضع كمية ثلج كبيرة في كل مشروب وقد تبين أن هناك تاريخا لهذا التفضيل فطالما كان لدى أمريكا الكثير من الجليد كأحد الموارد المهمة حيث أن بحيرات وأنهار نيو أنجلاند تحتوي على الكثير منه خلال فصل الشتاء ومنذ قرون مضت قبل اختراع الثلاجات وغيرها من آلات التبريد المفيدة كان هذا النوع من مواد التبريد ذا قيمة كبيرة وبدأت الولايات المتحدة بتصدير الثلج إلى أجزاء أخرى من العالم كما استخدموه بأنفسهم كذلك وبدأوا بوضع الثلج في مشروباتهم الساخنة على عكس البريطانيين الذين كانوا يحتسون مشروباتهم ساخنة دائما أصبح وضع الثلج في المشروبات عادة أمريكية وكان يعتبر أيضا مشروبا للأغنية أجل يمكن أن يظهر الثلج أيضا وضع الشخص الاجتماعي وبالطبع مع مرور الوقت عندما ظهرت الثلاجات أصبحت الثلج متاحا للجميع وبدأ الأمريكيون بإضافته إلى مشروباتهم بشكل شائع واستمرت العادة ولكن المشروبات المثلجة منعشة للغاية وهذا مهم جدا خاصة في الجنوب الذي ترتفع فيه درجة الحرارة ولكن إذا كنت قادما من خارج الولايات المتحدة ولا تود أن يكون مشروبك مثلجا فأخبر النادل بذلك دائما والشيء المذهل التالي هو حصص الطعام الضخم المقدمة ويوجد سبب لذلك أيضا لم يكن الأمر هكذا دائما ولكن في النصف الثاني من القرن الماضي وبسبب المبيدات الحشرية والأسمدة بدأ المزارعون في زراعة غذاء أكثر مما اعتادوا زراعة فأدركت الحكومة الأمر ونعمتهم لزراعة المزيد من الغذاء وبالتالي زادت كمية الطعام المتوفرة مع مرور الوقت بدأت الشركات في زيادة أحجام حصاصها فلماذا تقدم كميات أقل من الطعام وتحصل على أموال أقل إن كان بإمكانك تقديم طعام أكثر قليلا مقابل سعر أعلى وهذا أمر جيد تجاريا وهو مربح للجانبين حيث يحصل العملاء على المزيد من الطعام مقابل القليل من المال حسنا نحتاج الآن إلى استراحة قصيرة للذهاب إلى المرحاض والمفاجئ أن هناك الكثير من الأجانب الذين يجدون المراحض الأمريكية غريبة أولا ما قصة هذه الفجوات الكبيرة في المراحض بالحمامات العامة لنبدأ بجزء أكثر وضوحا وهو الفجوات الموجودة أسفل الأبواب هذه شائعة جدا حتى خارج الولايات المتحدة وهي مفيدة لعدة أغراض أولا يمكنك معرفة إذا كان هناك شخص بالداخل دون أن تقوم باقتحام مرحاض مشغول ثانيا توفر بعض التهوية وتسهل تنظيف الأرضية في الحمامات الفجوات الموجودة على الجانبين مثيرة للدهشة أكثر بالطبع لا يستطيع الأشخاص الموجودون في الخارج رؤية كل ما يحدث خلف الباب لكن لا يوجد الكثير من الخصوصية على الإطلاق وفي معظم البلدان الأخرى تكون الفجوات إما ضئيلة أو غير موجودة فما هي خطب الناس في أمريكا؟ لقد أجريت بعض البحث وهذا ما توصلت إلي تقول بعض المصادر إنه نظرا لأن كل شبر من مواد البناء باهظ الثمل يتم إنشاء فجوات واسعة لتقليل تكاليف المراحض تقول مصادر أخرى إنه عندما يشعر الأشخاص بأنهم مكشفون بهذه الطريقة تكون لديهم دوافع أقل لفعل شيء غير قانوني في الحمامات العامة الملاحظة التالية تحتوي المراحض الأمريكية على كمية أكبر من الماء في أوعيتها مقارنة بالمراحض الأوروبية على سبيل المثال والسبب هو أن هذه الأنواع من المراحض تستخدم أنظمة دفق مياه مختلفة وتحتاج المراحض الأمريكية إلى المزيد من الماء لدفق المرحاض بشكل فعال في العديد من البلدان وخاصة في آسيا تحتوي معظم الحمامات على شطافة والتي تستخدم لتنظيف الشخص نفسه بعد استخدام المرحاض ولا يفهم السياح لماذا لا يستخدمه الأمريكيون أيضا ففي النهاية إذا خطوط في الوحل فسوف تذهب وتغسل قدمك بدلا من المجرد مسحها بمنديل إنه المنطق نفسه هنا كما أنه يقلل من استخدام ورق التوالت لذلك فشطافة أكثر استدامة وصديقة للبيئة يقول البعض أن هناك وصمة عار قوية في أمريكا حول البيدية يقول آخرون أن المراحض في الولايات المتحدة لا تحتوي على مساحة كافية لتثبيت البيدية لذلك ليس لديهم تلك المساحة خاصة إذا كانت هناك طرق أخرى معروفة قبل أن نغادر المطعم علينا أن نعطي إكرامية للنادل يعد البقشيش في الولايات المتحدة أكثر شيوعا مما هو عليه في معظم البلدان الأخرى يتوقع منك أن تعطي إكرامية لأي شخص يقدم لك الخدمة وكل من ساعدك في شيء ما وفي حين يوجد نوع من البقشيش في بعض البلدان الأخرى إلا أنه على نطاق أصغر وهناك أيضا دول مثل اليابان والدانيمارك حيث لا يوجد بقشيش على الإطلاق تطبق هذه البلدان قوانين الحد الأدنى من الأجور التي تملي أجورا لائقة ويجب على أصحاب العمل أن يدفعوا جيدا لعمالهم بهذه الطريقة لا يضطر العملاء لدفع أموال مقابل الخدمة بالمناسبة إليك حقيقة أخرى حول الأسعار ربما يكون الشيء الأكثر جنونا في الولايات المتحدة ويتعين على سائحين التكيف معهم هو الأسعار في المتاجر الضريبة غير متضمنة في السعر المعروض ويتم إضافتها أثناء دفع السعر لذلك لا يستطيع الأشخاص الذين لا يحملون الكثير من النقود حساب السعر الذي سيتعين عليهم دفعه مسبقا للتأكد من أن لديهم ما يكفي من المال لكن لماذا يفعل الأمريكيون ذلك حقا؟ السبب الرئيسي وراء هذه السياسة الغريبة هو الشفافية بهذه الطريقة يعرف دافع الضرائب مقدار الضرائب التي يدفعونها ويمكنهم مقاومة زيادة معدل الضريبة في حالة إدراجها ضمن المشاكل السياسية كما أنه يتيح للمشترين مقارنة تكاليف المنتجات عبر الولايات إلى حد ما حيث قد تختلف معدلات الضرائب لذلك إذا لم يتم تضمين الضريبة يمكنك مقارنة تكاليف الخبز الفعلية بين ألفاما وألاسكا على سبيل المثال في بعض الأماكن في أمريكا ليس من السهل التجول إلا إذا سافرت بالسيارة في بعض المناطق لا يوجد في كثير من الأحيان رصيف تسير عليه إلى أقرب متجر صغير أو ممريموشا مما يسمح لك بعبور الطريق أمام المتجر مباشرة ربما يكون السبب الرئيسي لذلك هو حقيقة أن الولايات المتحدة هي بلد كبير ذو أراضي شاسعة وكل شيء ممتد على مساحات كبيرة يمكن أن تتوزع الأحياء في مناطق واسعة من الضواحي متباعدة تماما عن بعضها البعض لذا فهي بالفعل بعيدة كل البعد عن كونها مسافة يمكن قطعها سيرا على الأقدام ولا حاجة إلى أرصفة للمشاة لأنه أجل لا أحد يمشي تشير الدراسات إلى أن الإسبان أو الألمان يمشون على الأقل ضعف قدر الأمريكيين ولكن في تلك البلاد كل شيء أقرب بكثير أخيرا وليس آخرا كما خمنت وحدات القياس الإمبراطورية إنها تعتمد على جسم الإنسان القدم هي متوسط حجم قدم الشخص لذلك قد تعتقد أن هذا أمر بديهي تماما لأي شخص حسنا كلا يخلط الأجانب بشكل لا يصدق بين القدم والبوصة والجالون والفيرانهايت ويميلون إلى تحويلها كلها إلى النظام المتري المألوف حسنا بهذا المعنى يكون البريطانيون أكثر إرباكا فهؤلاء الأشخاص يستخدمون كلا النظامين الإمبراطوري والمتري بالنسبة للطول فهو في الغالب قدم وبوصة ولكن بالنسبة للوزن فهو بالكيلو جرام لطالما كان لدى بريطانيا العظمى النظام الإمبراطوري لكنهم اضطروا لاحقا إلى التحول إلى النظام المتري لذا فهم الآن يستخدمون مزيجا من النظامين لمساعدتهم ليكونوا أكثر دقة ترجمة نانسي قنقر